السلام عليكم ورحمة الله أتمنى لكم خوض تجربة استكشافية ممتعة من خلال الاستماع لهذا الكتاب نأمل منكم دعم القناة من خلال الأنضمام إلى مجتمع محبي الكتب الصوتية عن طريق الاشتراك في القناة هذا يشجعنا على تقديم المزيد استمتعوا بالاستماع الحلال والحرام لفضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي رحمه الله الفصل الأول ما هو الحلال وما هو الحرام قضية الحلال والحرام هي أقدم القضايا مع الإنسان لقد بدأت معه قبل أن ينزل إلى الأرض بل هي بدأت معه كأول درس تلقاه من ربه فهذه القضية يقوم عليها الكون كله ويقوم عليها ميزان الحياة لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان كي يؤدي مهمته كخليفة في الكون والله الخالق يعلم ما يصون صنعته وما يفسدها ولذلك فقد وضع لصنعته القوانين لكي تظل صالحة دائما لأداء مهمتها بتوفير وسائل استمرار الحياة كالطعام والشراب وغيره وتوفير وسائل استبقاء النوع بالتناسل وتوفير وسائل الحياة الطيبة على الأرض لقد شاءت حكمة الله أن ينزل الإنسان ليمارس حياته في الكون ومعه قانون صيانته الذي يتمثل في منهج الله فيه افعل ولا تفعل أو ما نعبر عنه بالحلال والحرام ونزل أدم وحواء بعد تجربة دربهم الله عليها قبل أن يمارس الحياة ويعمر هذا الكون وبداية وقبل أن نتحدث عن التجربة التي مر بها آدم وحواء لا بد أن ننتبه إلى أن الله تبارك وتعالى أحل الكثير وحرم أقل القليل ولكثرته لم يحصر لنا الله ما أحله ولكنه سبحانه أحصى ما حرمه لماذا؟ لأن ما هو حلال لا يحصى أما ما هو حرام فيمكن إحصائه والإنسان لا يقبل على عد شيء أو إحصائه إلا إذا كان قليلا بحيث يقدر على عده فلا أحد على سبيل المثال يقبل على عد حبات رمال أو أمواج البحر أو غير ذلك لأنه رغم وجود مؤسسات إحصائية بإمكانيات هائلة الآن فإن هذه الأشياء وغيرها تأتي فوق طاقة العد كذلك نعم الله فإنها فوق طاقة عد البشرية أو فوق إحصائها وفي هذا المعنى يقول الله سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فنعم الله تملأ كل كونه بما لا يقع تحت حصر ولكنه كما قلنا أحصى فقط ما حرمه لأنه أقل القليل ولذلك نجد الله جل جلاله يقول في القرآن الكريم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السولة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا بعض ما ذكره من آيات التحريم وهذه الآيات تشمل الوصايا العشر التي نزلت على موسى عليه السلام ولكنك لن تجد في القرآن الكريم أبدا آية تقول تعالوا أتلوا ما أحل ربكم لكم ولقد كانت هذه أساس التدريب الذي درب الله سبحانه آدم وحواء قبل أن ينزل إلى الأرض دربهما وهيئهما للعيش فيها حيث أسكنهما مكانا وارف الظلال فيه من كل الثمرات أسماه جنة والجنة في القرآن الكريم تطلق على جنان الدنيا والآخرة فأي مكان يستر صاحبه ويعطيه مقومات الحياة بحيث لا يحتاج أن يخرج منه لأن فيه الماء والزرع وغير ذلك يسمى جنة إننا نجد قصة صاحب الجنتين الذي عصى وكفر في قول الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كما نجد في القرآن الكريم قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق اليتام والمساكين في ثمار الجنة فأهلكها الله كما يروي القرآن الكريم في قوله إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة آدم وحواء قبل أن ينزلهم الله إلى الأرض أدخلهما جنة في هذه الجنة ثمار كثيرة وهي تكفيهما تعب الحياة ومشقتها كل شيء متوافر كل ما يحتاجانه موجود وعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخلهما في تجربة الحلال والحرام لم يعدد لهما ما أحله لأنه كثير فقال جل جلاله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها راغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين الله سبحانه وتعالى لم يعدل لآدم وحواء ما أحله لهما بل قال كل شيء في هذه الجنة حلال حدد لهم الحرام فقط فقال لا تقرب هذه الشجرة شيء واحد لا يقربانه وكل شيء بعد ذلك مباح ولكن لماذا حرم الله سبحانه وتعالى هذه الشجرة حرمها لكي نعي فلسفة الحلال والحرام في الكون كله فخالق الإنسان أدرى بقانون صيانته فيقول لك هذا يعمل على تيار كذا وبنظام كذا وإذا فسد ففعل كذا لتصلحه ونحن صنعة الله تبارك وتعالى وقانون صيانة هذه الصنعة أن نقف أمامه جل جلاله كل يوم خمس مرات ولا تقول ماذا يفعل هذا الوقوف في صيانة الإنسان لأن الصيانة البشرية أساسها نفسي وعقلي وأنت لا تدري ماذا يحدث لنفسك وأنت واقف بين يدي الله ما الذي يخرج منها من أحقاد الدنيا ما الذي يدخل فيها من نوازع الخير كيف يذهب الانفعال وكل ما يهيج النفس ويدفعها إلى الشر إنك واقف بين يدي الله الصانع الذي يصون صنعته وإذا عرضت الصنعة على صانعها خمس مرات في اليوم أيحدث بها عطب؟ أبدا أتشكو من خلل؟ أبدا الله وضع لنا قانون حياتنا إن فضل الله علينا أنه وضع في منهجه لنا ما يصون حياتنا ويجعلها طيبة لقد شاء عدله أن يخرج احتياجات الحياة الحيوية من حكم الإنسان فالهواء على سبيل المثال لا يستطيع الإنسان أن يصبر عليه إلا ثوان لذلك لم يملكه الله لأحد ولأن الماء يستطيع الإنسان أن يصبر عليه أياما فقد جعل الله ملكيته محدودة أما القوت فتصبر عليه أسابيع لذلك ربما ملكه الله تبارك وتعالى حين وضع تشريعاته عن الحلال والحرام راعت حكمته قدرة الإنسان في الصبر على الأشياء فلم يجعل في الهواء حلالا وحراما ولكنه جعل في الشراب حلالا وحراما وفي القوت حلالا وحراما وفي كلتا الحالتين بين الله لنا سبحانه ما يصلح لنا ولأجسادنا ولحياتنا من طعام وشراب وهذا ما تركه حلالا ثم حرم ما يصيبنا بالضرر ويتلف أجسادنا ويؤثر على عقولنا تماما كما يحدد صاحب الصنعة الوقود الذي يصلح لها فإذا جئت ببنزين سيارة ووضعته في طائرة فإنها لا تؤدي مهمتها وإذا طارت تسقط كذلك إذا جئت بطعام محرم وأعطيته لإنسان فإذا تناوله تلف جسده ومرض وأصبح غير قادر على أن يؤدي مهمته التي خلق من أجلها وهي العبادة وكما قلت أعطانا الله سبحانه وتعالى في تجربة الحلال والحرم التي مر بها آدم وحواء فلسفة التحريم لقد قال الله لهما لا تقربا هذه الشجرة وكان ذلك لصالحهما حيث كانا سينعمان بحياة بلا تعب الشيطان أغراهما أن يأكل من الشجرة ووعدهما بأشياء لن تتحقق مثل أن يكون خالدين وهذا في الدنيا مستحيل وأن يكون لهما ملك لا يذهب وهذا أيضا مستحيل لأننا نعيش في عالم أغيار لكنهما صدق إبليس وأكل من الشجرة فماذا حدث لهما؟ يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين إن عدم أكلهما من الشجرة كان سيحقق لهما أولا العيش في الجنة وثانيا أنه لم تكن عوراتهما ظاهرة ومعنى ذلك أنهما ربما كان يأكلان أكلا لا يترك فضلات في الجسم يجب أن تخرج كطعام الطفل في بطن أمه ومن هنا بعد أن أكل من الشجرة ظهرت لهما عوراتهما إن هذا يلفتنا إلى أن أول شيء في الحرام هو أنه يظهر عورة الإنسان سواء كانت عورة نفسية أو عورة خلقية أو عورة جسدية فالحلال هو لباس التقوى يخفي عورات المؤمنين والحرام يظهر هذه العورات ليراها المجتمع كله فالإنسان الذي يحصل على مال حرام بالرشوة أو بالسرقة أو بالتزوير أو بغير ذلك يقبض عليه ويقدم للمحاكمة وتنشر صوره في الصحف ويقول المجتمع كله هذا لص لقد انكشفت عورته لأنه لم يتبع طريق الإيمان ولم يلتزم بالأمان ولو التزم ما بدت هذه العورة أبدا رجل يزني مع زوجة غيره مجرد أن يراه الناس يعرفون خلقه السيئ ويعرفون خلقها السيئ وتصبح فضيحة يتناقلها الناس في مجالسهم حتى ولو لم يطبق فيها الحد لقد انكشفت عورتهما وخاض الناس في سيرتهما لو أن هذا الإنسان عاش حلالا ودخلت عليه الدنيا كلها ومعه زوجته ما قال أحد شيئا إن مراد الله من التحريم لا ينظر إلى محارم غيري ولكنه حرم على الدنيا كلها أن تنظر إلى محارمي أيهما يحفظ حرمتي أن لا أنظر أنا إلى زوجتي غيري أو أن لا ينظر الناس كلهم إلى زوجتي الرد بالقطع هو أن لا ينظر الناس كلهم إلى زوجتي إن هذا له أكبر دليل على أن ما حرمه الله هو لصالحي ولكنني لا أنظر النظرة الصحيحة للأمور لا أنظر النظرة العادلة التي تساوي في الحقوق بيني وبين غيري لأننا كلنا عباد الله متساوون أمامه وما لا أرضاه لنفسي يجب بميزان العبالة ألا أرضاه لغيري الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يملك أن يقول هذا حلال وهذا حرام هذا حقه وحده لأنه هو سبحانه الذي يضع المنهج وهو جل جلاله منزه عن الهوى فلا يميل إلى أحد على حساب آخر ولا يقنن لصالح أحد دون آخر لقد تدخل الكفار ومدعو الألوهية وعباد الأصنام وغيرهم فيما أحل الله سبحانه وتعالى وفيما أحرم وحاولوا أن يجعلوه على هواهم فوصفهم الله بالافتراء وتوعدهم بعذاب عظيم يقول الحق تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق من فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذين لكم أم على الله تفترون إن الحلال والحرام هما أمران يقررهما الله وحده وليس لأحد من خلقه أن يتدخل فيهما أو يصدر حكما إزاءهما مهما على في الأرض إلا بالرجوع إلى القواعد التي وضعها الله حين لا يكون هناك نص صريح من قرآن كريم أو سنة مطهرة ماذا فعل الكفار؟ بعضهم جعل إرادتهم هي قانون الحلال والحرام فما يعتقدون أنه يفيدهم أحلوه وما يقيد شهواتهم حرموه هذه واحدة البعض الآخر أراد أن يتقرب للأصنام بأن يحل لها نعم الله ويحرمها على عباد الله الذين خلقت لهم هذه النعم مع أن الله سبحانه وتعالى أعد هذا الكون بكل ما فيه من نعم لخدمة الإنسان الذي جعله في الأرض خليفة وذلك كما جاء في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون فما هي البحيرة؟ البحيرة هي الناقة التي تشق أذنها كعلامة لها فلا يتعرض لها أحد لا ترد عن مرعا ولا عماء ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها ولا يجز صوفها لماذا؟ لأنهم قالوا لقد أنجبت خمسة بطون فيجب أن نعفيها والسائبة هي الماشية التي كانوا يتركونها لآلهتهم فلا يتعرضون لها والوصيلة هي الشات التي ولدت سبعة فإذا كان السابع ذكرا ذبح لآلهتهم وإن كانت أنثى تركت والحام هو الفحل الذي لقح عشر سنين كل هذه المسائل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هي من اختراعات أهل الكفر الذين يفترون على الله فالحق سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام ليستمتع الإنسان بأكلها وشرب لبنها وتسخيرها إلى ما يفيده ولكن الكفار لقصور عقولهم يقيدون نعم الله التي تفضل بها على خلقه فيحللون ويحرمون على هواهم وبما توسوس لهم به شياطينهم وهكذا نرى أن الكفار قد أخذوا من الأنعام التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلوها لغير الله جعلوها للأصنام التي اعتبروها شركاء لله سبحانه وتعالى وهم في ذلك يغيرون ما شرع الله من حلال وحرام وفي هذا يقول القرآن الكريم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون هذه صورة لعبث الكفار في الحلال والحرام ليحققوا هوا لأنفسهم لأنهم يعتقدون أن ذلك إرضاء للآلهة المزعومة أو الأصنام التي يعبدونها من دون الله وقبل أن نبدأ في مناقشة قضية الحلال والحرام تعالوا نستعرض ما حرمه الحق سبحانه وتعالى على عباده كما يقرر القرآن الكريم حتى لا يتدخل أحد بالإضافة أو بالحذف فيما قرر من حل أو تحريم يقول الله تبارك وتعالى قل تعالوا أدل ما حرم ربكم عليكم إن الله تبارك وتعالى يحدد ما هو محرم عليهم حتى يكونوا على بينه ولا يأتي واحد مجادلا يوم القيامة يقول يا رب حرمت ولم تبلغنا فكيف تحاسبنا سيقول لهم الحق سبحانه وتعالى لا فكل ما هو محرم عليكم عند نزول القرآن ذكره الله تبارك وتعالى تحديدا ذلك أنه كانت هناك أشياء محرمة على أهل الكتاب قبل نزول القرآن ثم تاب الله عليهم ومنذ نزل القرآن وأصبح هو الدين الذي يجب أن نتبعه جميعا ولا يقبل الله من أحد دينا غيره فهذه المحرمات هي الباقية إلى يوم القيامة أولها ألا تشركوا به شيئا هذه قضية القمة التي جاءت مع كل رسل عبادة الله وحده لا شريك له الله سبحانه وتعالى واحد أحد ومعنى واحد أي ليس كمثله شيئا ومعنى أحد أي ليس مكونا من عدة أشياء يكمل بعضها بعضا بل هو أحد لا يتجزأ لقد حرم الله تبارك وتعالى أن يشرك به أي أن نؤمن أو نقول أو ندعي أن لله شركاء وجعل الله ذلك ذنبا لا يغفر مصداقا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأول المحرمات أن لا تشرك بالله فهذا الشرك يؤدي بك إلى الخلود في النار لأنك كفرت بمن خلق السماوات والأرض وخلقك ثم قال جل شأنه وبالوالدين إحسانا ومعناها أن تحسن إلى والديك عند الكبر ولماذا عند الكبر؟ لأنك لا تستطيع أن تحسن إليهما في شبابهما ذلك أنه حتى تقف على قدميك وتكبر وتستطيع أن تتكسب ما تحسن به لوالديك يكونان قد كبر ولذلك فالمطلوب هو الإحسان بالوالدين عندما يبلغان الكبر لأنهما هم السبب في مجيئك إلى الدنيا رعياك وأنت صغير وسهر عليك وأنت مريض فلا أقل من أن ترد لهم الجميل عندما يكبران ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف الجنة تحت أقدام الأمهات إن غضب الأم لأمر عظيم يجب أن نتوقع وأن نحذر مما غبته إذا أردنا أن يمنى الله علينا بحسن العاقبة ومما ورد في هذا الشأن ما رويع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن علقمة وكان شابا كثيرا لاجتهاد في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي علقمة في النزع فأردت أن أعلمك يا رسول الله بحاله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمارا وصهيبا وبلالا وقلمضوا إليه ولقنوه الشهادة فمضوا إليه ودخلوا عليه فوجدوه في النزع فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله ولسانه لا ينطق بها فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه أن لسانه لا ينطق بالشهادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل من أبويه أحد حي؟ قيل يا رسول الله أم كبيرة السن فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لمن أرسله إليها قل لها إن قدرت على المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فاقعدي في المنزل حتى يأتيك قال فجاء إليها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها بقوله صلى الله عليه وسلم فقالت نفسي لنفسه فداء أنا أحق بإتيانه فتوكأت وقامت على عصن وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت فرد عليها السلام وقال لها يا أم علقمة أصدقيني وإن كذبت جاء الوحي من الله تعالى كيف كان حال ولدك علقمة فقالت كثير الصلاة كثير الصوم كثير الصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حالك؟ قالت أنا عليه ساخطة قال ولما؟ قالت كان يؤثر علي زوجته ويعصيني فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن سخط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادة ثم قال يا بلال انطلق واجمع لي حطبا كثيرا قالت يا رسول الله وما تصنع قال أحرقه بالنار بين يديك قالت ولدي لا يحتمل قلبي أن تحرقه بالنار بين يديك قال يا أم علقمة أعذاب الله أشد وأبقى فإن سرك أن يغفر الله له فارضي عنه فولذي نفسي بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ما دمت عليه ساخطة فقالت يا رسول الله إني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أني قد رضيت عن ولدي علقمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق يا بلال إليه وانظر هل يستطيع أن يقول لا إله إلا الله فالعل أم علقمة تكلمت بما ليس في قلبها حياء مني فانطلق فسمع علقمة في الدار يقول لا إله إلا الله ومات علقمة من يومه فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بغسله وكفنه ثم صلى عليه وحضر ذفنه ثم قام على قبره وقال يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إليها ويطلب رضاها فرض الله في رضاها وسخط الله في سخطها وهكذا نرى عظم منزلة الأم والأبي عند الله سبحانه وتعالى ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد يوما المنبر وسمعه الصحابة عليهم رضوان الله يقول آمين ثلاث مرات فقيل يا رسول الله على ما أمنت قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين إن عقق الوالدين والتعرض لسخطهما من الكبائر التي يجدر بالإنسان المسلم النأي عنها وفاء لهما وإرضاء لله الذي أمر بالإحسان إليهما يأتي بعد ذلك ثالث ما حرمه الله في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم هذه الآية الكريمة أتت في القرآن مرتين هنا في سورة الأنعام وأخرى في سورة الإسراء في قوله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم بعض الناس يقولون إن الآيتين متشابهتان ونقول لهم لا إن الآيتين مختلفتان فالآية الأولى تقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق فما هو الإملاق؟ الإملاق هو الفقر ويكون معنى الآية أن الفقر موجود وأن الأب يخشى أن يزيده لابن فقر فيطمئنه الله بقوله له رزقك لن ينقص منه شيئ رزق ابنك موجود لأن الرازق يقول نرزقكم وإياهم أن يأتي لابن ومعه رزقه فلا يأخذ من رزق الأب شيئا أما الآية الثانية فتقول خشية إملاق بمعنى أن الفقر غير موجود ولكن الأب يخشى أن يأتي لابن ومعه الفقر فقول الحق نحن نرزقهم وإياكم أي أن رزقه يأتي معه أولا فلا تخشى شيئا فالآيتان مختلفتان وتحرم قتل الأولاد وهو تحرم قتل النفس التي خلقها الله والله خالق ابنك وهو الذي استدعاه إلى الحياة الدنيا ولهذا فرزقه مكفول مصداقا لقول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فلماذا الكفر؟ ولماذا القتل؟ وقد ضمن الله لكم الرزق يأتي بعد ذلك قوله تعالى ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما هي الفواحش؟ الفواحش جمع فاحشة والفاحشة هي الشيء البالغ القبح فالزنا مثلا فاحشة وشرب الخمر كذلك إلى آخر ما يوصف بأنه من الذنوب الكبيرة والله سبحانه وتعالى يقول هنا ما ظهر منها وما بطن لماذا قدم ما ظهر؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد على نية الذنوب حتى لا تشيع الفاحشة في المجتمع وحتى لا يؤدي ارتكابها بطريق العلانية إلى أن يصبح قدوة للمجتمع يفعله الناس دون وازع من ضمير أو بلا استحياء ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجانة أي المجون أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فقل يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه إظهار الفواحش وقتل النفس لقد حرم الله الفواحش كلها ولكنه شدد النكير على من يجهر بها وإن كانت كل فاحشة ظاهرة أو باطنة هي إثم كبير يعاقب عليه مرتكبه ننتقل إلى قوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق القتل إزهاق روح أنت لم تخلقها واعتداء على حياة أنت لم توجدها وما دام الأمر كذلك فلا يحق لك أن تقتل نفسه لقد وضع الله سبحانه وتعالى القواعد التي يحل بها قتل النفس إن إزهاق أي روح بشرية يجب أن يتم وفق قواعد حددها الله ولا يحق لنا أن نتعداها نجدها في قوله تعالى إلا بالحق ويقول سبحانه ذلك موصاكم به لعلكم تعقلون أي أنكم لو استعملتم عقولكم لعرفتم أن هذا هو الحق والعدل ثم يقول الله جل جلاله ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ مبلغ رجال وماله عادة في هذه المرحلة السنية يكون مطمعة وكل وصي عليه يحاول أن يأخذ منه بدون وجه حق ويفعل ذلك قبل أن يبلغ اليتيم سن الرشد ويتسلم ماله ولأن اليتيم ضعيف ومنكسر ولا يستطيع أن يدفع عنه طمع الطامعين فقد جعل الله جل جلاله حرمة مال اليتيم حرمة شديدة نستشعر هذه الحرمة من منطوق الآية للدلالة على قوة التحذير فلم يقل الحق لا تأخذوا ولكنه قال لا تقربوا زيادة في التحريم فالكبائر التي يريد الله أن يتجنبها الإنسان يقول لهم بشأنها لا تقربوا إنه يحذر هنا من مجرد الاقتراب من مال اليتيم فضلا عن أخذه ثم يقول الله تعالى وأوف الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها ليس المقصود بالكيل والميزان الكيل المادي فقط ولكن يجب أن يكون هناك ميزان لكل شيء بحيث إذا اختل اختل معه المجتمع كله لأن اختلال ميزان العدل أو ميزان الأمانة أو ميزان الحق يهوي بالمجتمع كله وكما نراقب الميزان المادي يجب أن نراقب الميزان المعنوي حتى لا يختل الكون وليس معنى ذلك أنك مطالب بالعدل المطلق فالعدل صفة من صفات الله لا يصل إليها أحد ولكن على قدر استطاعتك فالله سبحانه يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها ثم يقول الحق سبحانه وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا إن الله يأمرنا أن لا نبتعد عن العدل مجاملة لقريب وليس المقصود قرابة النسب فقط ولكن حتى مجرد القرب القلبي ولو بالصداقة فالمجاملة لا تكون على حساب الحق أبدا لأنك ستسأل عن ذلك يوم القيامة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله وكما نهانا أن لا نبتعد عن الحق مجاملة لصديق أو قريب فقد نهانا كذلك أن لا نبتعد عن الحق مع من بيننا وبينه عداوة فالحق أحق أن يتبع فقال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى ويقول عز وجل وبعهد الله أوفو أي إذا دخلتم في عهد مع الله سبحانه وتعالى فلا تخلفوه وأوفو به فإن المؤمن أكثر وفاء بعهده مع الله من عهده مع الدنيا كلها ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي أن الله سبحانه وتعالى وصاكم بهذا لعلكم تتذكرون يوم تلقونه يوم القيامة أنه وصاكم بهذا لأن هذا سيكون عليه حساب أو لعلكم تذكرون حين يغريكم الشيطان بأن تخالفوا المنهج وترتكبوا هذه الحرمات إن الله وصاكم بعدم ارتكابها حتى لا تقعوا فيها ثم قل الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الله جل جلاله يريدون أن نتمسك بالصراط المستقيم وأن لا نحيد عنه يمينا أو يسارا لأن بداية الانحراف تكون بسيطة ثم تتسع مع الزمن حتى تصبح كبيرة جدا والصراط المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة بين نقطتين وهو من استقامته لا ينحرف أبدا وما دمت على هذا الصراط أو الطريق تتبعه فأنت على الإيمان واليقين وإن اتبعت سبلا أخرى أو طرقا أخرى فإنها ستبتعد بك عن سبيل الله وتجد نفسك قد ضللت وربما لا تستطيع العودة إلى طريق الله المستقيم وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أي أن الله وصاكم بهذا حتى تنالوا التقوى وتحصلوا عليها الفصل الثاني الحلال والنفس البشرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات هذا الحديث الشريف يعطينا عمقا كبيرا في المعنى بالنسبة للحلال والحرام ولنبدأ بالحديث خطوة خطوة ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين معناه أن الحلال ظاهر وواضح كيف؟ نقول بالنظرة مجرد النظرة للشعور الإنساني في داخله بعلاقته بالمحيطين به تستطيع أن تعرف الحلال من الحرام حينما ترى إنسانا يعيش حياة ليس فيها إثم أتجده يتصادم مع نفسه؟ إنه يتواجد مع زوجته وأولاده في الصباح وفي المساء وفي أي وقت من ليل أو نهار هل يخشى أن يراه أحد؟ ينزل إلى الشرع ويذهب إلى عمله؟ هل يحس أنه يتصارع مع نفسه؟ حياته كلها واضحة لا يخشى أن يطلع أحد عليها فلا شيء عنده يخفيه ولا شيء يخاف منه والحرام بين فالذي يعيش حراما هو في صرع دائم مع ملكات نفسه فإذا كان الحرام مالا فإنك تجده في الصباح يعد نقوده قبل أن ينزل من بيته يغلق الأبواب والشبابيك ليتأكد أن أحدا لا يراه يخفض صوته ليتأكد أن أحدا لن يسمعه يلتفت يمنة ويسرى لأن ما يحصيه ويعده هو مال حرام يخشى أن يراه الناس في يده وحتى لو لم يعرف أحد أنه مال حرام أو مال مسروق فيكفي أن صاحبه يعرف يجلس في بيته وهو قلق إذا دق الجرس خشي الشرطة أو صاحب المال أو حضور من يهدده ممن يكون قد رآه وهو لم يراه إذا ذهب يشتري شيئا فهو مضطرب وقلق يخرج المال ويتساءل هل تم إبلاغ أرقام أوراق البنك نوت إلى التجار إنه في حالة قلق واضطراب مستمر رغم أنه متأكد أن أحدا لم يره ولا يعرف عنه شيئا وفي حالة ما إذا كان الحرام امرأة وكان الرجل يجلس مع زوجة صديقه أو مع امرأة أجنبية عنه ثم دق جرس الباب تحدث مصيبة كيف يتصرف وماذا يفعل هل يسكت كأن أحدا غير موجود أم يخرج إلى باب الشقة ليقابل الطارق أم يبحث لها عن سلم خلفي لتهرب منه صورة أخرى للحرام من يريد أن يزور توقيع لأحد المسؤولين ماذا يفعل؟ إنه يغلق الأبواب والنوافذ ويحرص على أن لا يراه أحد ثم يوقع عشرات المرات على ورق خارجي ليتأكد أنه يستطيع أن يضبط التوقيع ويقدم الورقة وهو خائف مرعوب ما هذا؟ إذا جئنا للمادة الصرفة هذا مال حلال كان أو حرام فهو مال في رسمه وشكله وكل خصائصه لا يختلف الجنيه الحلال عن الجنيه الحرام كلاهما لا يختلف عن الآخر وبالنسبة للمرأة هذه امرأة وهذه امرأة لا يختلفان عن بعضهما البعض كون واحدة منهما زوجته والثانية زوجة رجل آخر هما في القالب المادي لا يختلفان وفي التزوير حروف التوقيع هي نفس الحروف وربما تشابها تشابها مطلقة إذن ما الذي يوجد هذا الفرق الرهيب في الشعور داخلك؟ إنه إيمان الفطرة ذلك الإيمان الذي وضعه الله فيك وأشهدك على أنه ربك وإلهك هذا الإيمان فيه ملكات داخل النفس تنسجم مع الحلال تلقائيا ودون أدنى تفكير وتتصادم مع الحرام حتى دون أن تعرف أنه حرام إنها تهدأ مع الحلال وتضطرب مع الحرام وهذا أكبر دليل على مدى عمق الإيمان في النفس البشرية وأن هذه النفس إذا انسجمت مع صاحبها عاشت معه في هدوء وسعادة وإذا اضطربت عاشت معه في شقاء ويكفي هذا دليلا على أن الحلال من الله وأن الحرام من الله وليس لنا أن نتدخل بالحل أو بالتحريم حتى لا تخرج عن منهج الله إن من يطلع على أحوال المجتمعات غير المؤمنة يجد أنهم يعيشون في تمزق وشقاء نفسي رغم الإمكانات المادية التي يعيشون فيها إن مستواهم المادية مرتفع جدا ومع ذلك فإن نسبة الجنون والانتحار بينهم هي أعلى نسبة في العالم ونأخذ مثالا لذلك بلدين كالسويد وأمريكا فرغم الثراء فيهما نجد أن فيهما أعلى نسبة في الانتحار والجنون لماذا؟ لأن الإنسان ليس مادة فقط بل فيه روح وهذه الروح إن لم تنسجم مع خالقها اهتزت واضطربت وضاعت وليس المال وحده هو الذي يعطيك ولكن الإيمان يعطيك أكثر يعطيك القناعة والرضا والاطمئنان ولو لم يوجد من المال إلا القليل إن بعض الناس لا يعرف قوة الحلال والحرام في النفس البشرية ولكنها قوة رهيبة نابعة من الخالق سبحانه وتعالى والنضرب لذلك مثلاً بسيطاً هب أن شاباً جاء وطرق الباب على أسرة من الأسر وقال للأب الذي فتح الباب إن ابنتك تعجبني وأريد أن أجلس معها في حجرة مغلقة ماذا يفعل الأب سوف يحضر عصاً غليظة يحطمها على رأس هذا الشاب أو يقذف به من فوق السلم أو أن يجمع أولاده وينزلوه إلى الشارع يحطم رأس هذا الشاب الصفيق نعكس هذه الصورة نقول إن نفس هذا الشاب جاء إلى نفس الأبي وقال له إني فلان وموظف في كذا وأريد أن أتزوج ابنتك وأتقدم لخطبتها فماذا يحدث؟ يسرع الأب ويخبر زوجته وبنته والجيران والأقارب ويحتفل جميع بالشاب حفاوة كبيرة وبعد عقد قرانهما وإقامة فرح الزفاف يختليان في غرفة النوم فإذا حاول أحد أن يفتح الباب عليهما منعه الأب ونهره هذا هو الفرق هذا هو الحلال الفرق هو الحلال تصرف الشاب في الحالة الأولى جعل الدم الأبي يفور ويغلي وفي الحالة الثانية كان الأب سعيدا مسرورا الفارق بين الحالتين هو الفرق بين الحلال والحرام ولا شيء أكثر من ذلك الحرام جعل الحمية في جسد الأبي تشتعل جعلته يشعر أنه أهين ولا بد أن ينتقم لشرفه أما الحلال فقد أنزل السكينة على قلب الأبي وجعله يتقبل وضعا لم يكن من الممكن أن يتقبله لو لم يكن حلالا أرأيت كيف أن الحلال بين والحرام بين في تعامل النفس البشرية مع أحداث الدنيا الحرام داخل النفس يرهقها ويؤرقها ولو لم يبدو ذلك على السطح إنه إحساس عميق بالذنب يهزها بعمف مهما حاولت أن تبدو وسعيدة أما الحلال فإنه يجعل النفس مستريحة تعيش آمنة مطمئنة مهما كانت مواردها يكفي أنها تحس أنها لم تفعل حراما حتى في تلك الدول التي لا تؤمن بدين تجد أن قيم الحلال والحرام تفرض نفسها على المجتمع بشكل أو بآخر تصبح الأمانة محبوبة والخيانة بغيضة ويصبح الصدق مريحا والكذب مكروها وتجد أن المجتمع تسيطر عليه قيم الحلال والحرام بصورة أو بأخرى فالمرأة المستهترة حتى في مجتمعات الانحلال مكروها الرجل النصاب الذي لا قيم عنده حتى في المجتمعات التي لا تؤمن بدين غير مرغوب في صداقته من أين جاءت هذه القيم التي تريح أو تدعب الناس في حياتهم مع أن هذه المجتمعات لا تؤمن بدين جاءت من الفطرة التي خلق الله الناس وفطرهم عليها والتي جعلت مجتمعات المادة وإن كانت مرفهة في حياتها إلا أنها شقية محطمة داخل نفوسها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين لا يحتاج إلى دراسة وعمق بالفطرة تعرف الخير من الشر والحلال من الحرام ولكن الإنسان يكابر ويعرف الحق ولكنه لا يعترف به انظر إلى أهل فرعون عندما جاءهم موسى بالآيات الدم والضفادع والجراد والقمل تمسك المرأة من قوم فرعون بكوب الماء فيتحول في يدها إلى كوب من الدماء ويأكل الرجل في طبق فيجد بدل الطعام ضفادع آيات رأوها ولجأوا إلى موسى وقالوا له دعوا لنا ربك ليكشف عنا هذا البلاء كما جاء في قوله وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وهكذا بمجرد أن كشف الله عنهم العذاب عادوا إلى الضلال ولكن هل عادوا عن شك في أن ما تعرضوا له لم يكن معجزة من السماء لا لقد كانوا متيقنين إنها معجزة ولكنهم استكبروا أن يعترفوا بذلك وقرأ قول الحق تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين إن الأمر لم يكن أمر تصديق أو تكذيب إنما كان أمر استكبار وسيادة في الأرض تجعل الإنسان لا يعترف مهما أحس في داخله بصدق الحلال والحرام ألم يقل كفار مكة وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولو كان عندهم ذرة من عقل لقالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فاهدنا إليه ولكنه الاستكبار الكبر في النفس إنهم يريدون أن يحتفظوا بالسيادة وبالسلطان الدنيوي كما حكى عنهم القرآن الكريم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذن لا عيب في هذه المسألة كلها لا عيب في الإيمان ولا في الأحكام إنما العيب كله أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتيم أمي فقير ولو أنه نزل على أحد زعماء القبائل أو أحد وجهاء قريش وكبرائها لاتبعوا هذا القرآن وصدقوا به إذن المسألة كبرياء دنيوي ولا علاقة لها بالحق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فما هي هذه الأمور المتشابهة؟ من أين تأتي؟ إنها تأتي من الإسراف والإسراف معناه تجاوز الحد سواء من ناحية الحلال أو من ناحية الحرام بعض الناس يسرفون في الحلال فيزيدون منه وينقصون ما هو حرام وهذا إسراف والله تعالى بيّن الحرام وحدده وترك الباقي حلالا يقول الله سبحانه وتعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إذن الإسراف في أي شيء يبغضه الله ولا يحبه كأنك لو زدت طاقة الحلال وأنقصت الحرام أي أخذت من الحرام إلى الحلال أو من الحلال إلى الحرام فإنك تكون قد تجاوزت الحد إذن قد تتجاوز فتزيد منطقة الحلال أو تزيد منطقة الحرام فقد يكون الشيء حلالا في ذاته ولكنك أتيت به عن طريق حرام أو قد يكون الشيء حلالا وعن طريق مشروع ولكنك أخذت منه فوق حاجتك فيكون إسرافا والنضرب مثلين يقربان ذلك إلى الأذهان هب أن موظفا قد أدى خدمة لتاجر أو مقاول فأرسل إليه مقابل هذه الخدمة هدية الهدية عبارة عن صندوق من الفاكهة الفاكهة في حد ذاتها حلال ولكن طريقة التي وصلت بها الهدية إلى الموظف تحمل شبهة رشوة ولو أن الموظف لم يفعل شيئا يخالف القانون لقضاء حاجة هذا المقاول أو التاجر ولم يعطيه إلا حقه في هذه الحالة يكون هذا متشابه وكان أبو العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنا نترك ثلاثة أرباع الحلال خوفا من شبهة الحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد بعض الذين أرسلهم لجباية الزكاة وقالوا هذا حق الزكاة وهذا أهدي إلينا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولان الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بيهض إبيطيه فقال اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثة متفق عليه نأتي بعد ذلك إلى المثل الآخر إنسان يأكل كميات هائلة من الطعام ويسرف وينصحونه بالاعتدال فلا يسمع حينئذ تصيبه الأمراض التي تمنعه من أحب الأصناف إليه كما يقولون أرب أكلة منعت أكلات الله يعدل الميزان وعدل الله سبحانه وتعالى يتدخل هنا ليعدل الميزان بالنسبة لكل إنسان فالمريض بالسكر الذي منع من تداول الحلوى تماما نقول له لقد أسرفت في تناول السكر وأخذت أكثر من حقك فحرمك الله منه لأنك أسرفت فأخذت نصيب عمرك إن كان خمسين أو ستين سنة في أربعين سنة فتعيش عشرين سنة ليس لك نصيب من السكر والذي يحكم عليه أن يأكل خبز السن الأسود لمرض أصابه نقول له لقد أخذت نصيبك من الدقيق الأبيض سنوات طويلة وتركت السن الرد الآن تأخذ نصيبك من الردة ليكون عطاء الله لك متوازنة والله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان جعل له أشياء مطلوب أن ينفذها وأشياء محرما عليه أن ينفذها لو نقل الحلال إلى الحرام أو الحرام إلى الحلال لو نقل الحلال إلى الحرام أو الحرام إلى الحلال يحدث فساد في الكون أما الأشياء التي تركها الله سبحانه وتعالى لاختيار العقل ففعلها أو لم يفعلها فهذه لا يحدث منها فساد ولكي تبتعد عن المتشابه الذي ربما يؤدي إلى الحرام فإنك تحتاط بالنقص في مجال الحلال أو الزيادة في مجال الحرام لكي تكون سالمة ومعنى الاحتياط هو أن يقبل الإنسان على ما يضمن له الأصل فإن كنت تريد أن تضمن الحلال فلتبتعد عن كل ما تشتبه فيه وإن كنت تريد أن تضمن عدم الوقوع في الحرام فزد عليه كل ما تشتبه في أنه حرام فمثلا مطلوب منا أن نتجه إلى الكعبة في الصلاة وأنا حينما أكون بعيدا عن الكعبة أتجه جهتها وأضلع الكعبة 12 مترا وربع وأحد عشر مترا وثلاثة أرباع المتر تقريبا فأضلعها غير متساوية والاستقامة في الصلاة حول الكعبة لا تكون إلا على قدر الضلع ثم لا بد أن ينحني الصف إذن لا توجد استقامة حول الكعبة إلا على قدر طول الضلع إننا ولو بنينا مسجدا بعيدا عن الكعبة طوله ألف متر فلن يصادف الكعبة إلا 12 مترا والباقي لا بد أن ينحني هذا في الصلاة وبالنسبة للطواف فإننا نطوف حول الكعبة ويصح الطواف بعيدا عنها حتى من خارج المسجد فنحن في الصلاة حول الكعبة نحتاط بالنقص وفي الطواف نحتاط بالزيادة فإذا جاء إنسان وفعل عكس ذلك أي صلى دون أن يتجه اتجاها مباشرا إلى الكعبة أو أصر على الطواف ملتصقا بها يكون قد نقص من الحلال وزاد من الحرام لأنه مسموح للمسلم أن يطوف حتى من خارج المسجد ولكنه نقص من الحلال وألزم نفسه بالطواف ملتصقا بالكعبة وغير مسموح له أن يصلي داخل المسجد الحرام إلا متجها لأضلع الكعبة فكأنه زاد من الحرام وسمح لنفسه أن يصلي داخل المسجد وهو غير متجه لأضلع الكعبة وعليه تكون صلاته باطلة مختلفون نعم ولكن بلا فساد ولا بد أن نفهم أننا مختلفون في حركة الحياة ولكن بشرط أن لا يحدث من هذا الاختلاف فساد فالاختلاف الذي لا يحدث منه فساد جائز ولكن الاختلاف الذي يحدث فساد يأتي له سبحانه وتعالى فيحكمه بالحلال والحرم إنك حين ترقب أحداث حياتك تجد أن حركة الحياة التي لا تؤدي إلى فساد أدخلها الله في الحلال وحركة الحياة التي تؤدي إلى فساد أدخلها الله في الحرام هذا فيما ليس فيه نص فإن كنت تاجرا مثلا فلا تبع بضاعتك بأعلى سعر حتى تحتاط لأي ارتفاع في الأسعار قد يحدث لأنك في هذه الحالة تستغل البسطاء ومحدود الدخل استغلالا فوق طاقتهم لا تقول هذا حلال إنني أحتاط لنفسي بل إنك تقترب من شبهة الحرام لقد أحل الله تبارك وتعالى الأشياء التي لا يستحي منها الطبع البشري السليم وحرم الأشياء التي يستحي منها الطبع البشري السليم لكي يثبت الإيمان بالفطرة الموجودة داخل كل نفس بشرية ولكن ليست كل نفس بشرية تنسجم مع الخير فهناك من النفوس البشرية من اعتادت الحياة مع الشهوة والفساد في أول الأمر تعاني ثم بعد ذلك تقل المعاناة بالتدريج وهناك ثلاثة أنواع من النفس النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء النفس المطمئنة هي التي طمأنت لقضاء الله وقدره وأمنت وأسلمت قيادتها لله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذه النفس هي التي قال الله سبحانه وتعالى عنها يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي وهناك النفس اللوامة وهذه النفس نفس مؤمنة ولكنها لا تستطيع أن تلتزم بالصراط المستقيم فتطيع مرة وتعصي مرة وفي كل معصية تلوم نفسها وتتوب إلى الله هذه نفس صالحة أيضا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومعنى قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أن إحداها تبتعد عن الحق فتوصيها الأخرى بالعودة إليه وأن إحداها تضيق بالصبر على مكاره الدنيا فتات الأخرى فتوصيها بالصبر فكأنهما يتواصيان فيما بينهما حتى لا يضل أو يبتعد عن الصراط المستقيم وكلما ابتعد واحد منهما أعاده الآخر مرة أخرى وهؤلاء يقول فيهم الحق جل جلاله عن حالتهم يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لأن الأخلاء الذين يجتمعون على الحرام في الدنيا تجمعهم السهرات الحمراء وتجمعهم المعصية لا يفرقون بعضهم البعض وكلما اجتمعوا ازدادوا حراما وازدادوا آثاما هؤلاء عندما يلتقون يوم القيامة يكون كل واحد منهم عدو للآخر يحاول أن يفتك به ويتهمه بأنه هو الذي قاده للمعصية وهو الذي يسر له طريق النار إلا أصحاب النفوس اللوامة فهؤلاء لأن كل واحد منهم عندما رأى زميله ويقعوا في المعصية أسرع إليه وأخذ بيده وأنقذه منها هؤلاء قادوا بعضهم إلى الجنة ولذلك فهم أصدقاء يوم القيامة النفس الأمارة بالسوء نأتي بعد ذلك إلى النفس الأمارة بالسوء وهؤلاء هم شياطين الإنس الذين يقودون الناس إلى المعصية ويأخذون بيدهم إلى الفساد ويزينون لهم الباطل هؤلاء المنافقون الكذابون المزيفون أعوان الشيطان هم الذين يفسدون الكون والسماء لا تتدخل ما دام في المجتمع نفوس مطمئنة ونفوس اللوامة تدعو للخير وتحارب الشر إن السماء تتدخل حينما تصبح النفس الأمارة بالسوء هي المسيطرة على المجتمع ويصبح الشر فضيلة والخير رذيلة وتصبح السرقة ذكاء وخيانة الأمانة شطارة حينئذ تتدخل السماء لتؤدب هؤلاء الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف البر مطمئنت إليه النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك والإثم ما حاك في القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه أحد لنفرض أن عندك طباخا طلبت منه أن يقوم بإعداد عدة أصناف من الطعام وبعد أن انتهى من إعدادها جاءت ربة البيت وأعطته نصيبه من الطعام إنه يأخذه بهدوء ويضعه أمامه ويتناوله أمام الجميع ولكن هب أن هذا الطباخ يريد أن يأخذ قطعة لحم بدون إذن صاحبته أو صاحب المنزل فماذا يفعل؟ إنه يتلفت يمينا ويسارا ينظر إذا كان أحد يراه أم لا ويأخذ قطعة اللحم وهي ساخنة قد تلسع يده ويضعها في فمه وهي ساخنة أيضا ويبتلعها بدون مضغ أو يمضغ قليلا وقد تنزل إلى معيدته ساخنة أو يأخذها ليجري بها إلى مكان ليخبئها فيه ويحيطها بأشياء تضمن عدم كشفها والأعجب أن هذا السلوك لا يقتصر على هذا التصرف الإنساني في هذه الحالة وإنما هو سلوك الحيوان الأليف أيضا فالقطة أو الكلب حينما تضع أمامه الطعام يأكله باطمئنان وهدوء وأمان وإذا سرق قطعة من اللحم يجري بها بعيدا ويختبئ في مكان لا يراه فيه أحد حتى يأكلها لماذا؟ لأن ملكات خلق الله كل خلق الله وجدت على الإيمان وعلى الفطرة السليمة ولا أحد يستحي أن يراه الناس في حلال أبدا حتى بالنسبة للحضارات التي مرت على الدنيا نجد أن أي من هذه الحضارات لم تدم ولم تستمر مع أنها أخذت حظا وافرا من التقدم ووضعت قوانين لنفسها فإن المفروض أن تصونها وتبقيها بعد أن وصلت إلى مرتبة عالية جدا من التقدم لكن رغم هذا كله لم تستطع أن تعطي لنفسها مناعة لتبقى لماذا؟ لأن الحرام كان أساسها والبعد عن منهج الله كان طريقها والفساد والحرام لا يعطياني إلا الانحدار والتدهور بدليل أن حضارة أخرى ورثتها وعلى سبيل المثال فقد وصل القدماء المصريون بعلمهم إلى أشياء يتعجب منها الناس حتى الآن رغم التقدم الحضاري المذهل في عصرنا حضارة وصلت إلى القمة حتى إن سر بناء الهرام غير معروف يقينا إلى الآن وكيف أن هذه الأحجار وضعت فوق بعضها البعض متماسكة وقوية دون استخدام أي نوع من الأسمنت هذه الحضارة لم تستطع أن تعطي لنفسها مناعة لتبقى لماذا؟ لأن هناك أحداث حياة جاءت أقوى منها فقهرتها وهزمتها ثم جاءت حضارة أخرى ثم أخرى وهكذا إذن فكل ما يقوم على الباطل أو على الحرام لا يبقى فحضارات الدنيا تتغير وتتبدل إلا ما قام منها على حق فعندما التزم المسلمون الأوائل بدينهم وبكلمة الحق بقيت الحضارة الإسلامية تقود العالم أكثر من ألف سنة ثم ماذا حدث؟ أقبلت الدنيا على المسلمين فبهرتهم أعرفوا القصور والجواري والترف والغناء والشراب والحراس أعرفوا كل ما يفسد الفطرة السليمة وكل ما يبعدهم عن الله وعندما ابتعدوا عن الله انهارت حضاراتهم وهم الذين قدموا العلم للدنيا كلها إن كل حضارة قامت على الحرام هزمت وزالت وإنه لا بقاء لأمر أو لحكم ما لم يقم على أساس من منهج الله الذي يصلح به كل شيء الفصل الثالث أحكام الله والزمن ذكرنا في الفصل السابق أن الله تبارك وتعالى حدد لنا الحرام أما الحلال فتركه بدون تحديد لكثرته ولذلك إذا أردنا أن نتحدث تحديداً فإننا نتحدث عن الحرام لأنه هو المعدود والمحصور والسر في التحريم أنه يحدث فساداً في الأرض وفي حركة الحياة هذا هو الإطار العام للحرام وما دام الله هو الخالق لهذا الكون فهو أعلم بما يصلحه وبما يفسده فلا يأتي أحد ويقول إنه سيصلح الكون أو إنه يستطيع أن يقنن لهذا الكون وما دمنا بصدد الحرام فسوف نبدأ بأشياء داخلة في الحرام وأصبحت الآن وفقاً للعرف شبه مباحة مثل النساء العاريات الكاسيات التي ملأنا الشوارع وأماكن العمل بعض الناس يسألني أليست النظرة بالنسبة للمرأة الغريبة حرامة؟ فأقول نعم فيقول فماذا نفعل في النساء التي يملأنا الشوارع؟ إننا نرتكب عشرات الذنوب في الطريق العام أو عندما ننتقل من مكان إلى آخر وأقول له هناك فرق بين محظور يقع على راء وراء يقع على محظور كيف؟ لنفرض أنني جالس في مكان ما والمحظور هو الذي يمر علي دون أن أقلب النظر فيه في هذه الحالة لا إثم علي ولكن إذا قلبت نظري ووجهته ورأيت وتفرست في الشيء المحظور أو الحرام فأكون أنا الذي أعرض نفسي على الحرام هنا يقع الذنب لنفرض أنني جالس في مكاني ومرت أمامي مرأة مستهترة ولم أتعمد النظر إليها فلا ذنب ولكن يحدث الذنب إذا تعمدت النظر إليها وبالنسبة لخروج المرأة وعملها والذين يقولون أنه أصبح واقعا بحكم الضرورة نقول إننا يجب أن نحدد معنى الضرورة إنهم يقولون إن المرأة تعمل لتشارك الرجل في الإنفاق وإن تكاليف المعيشة في هذه الأيام صعبة ونقول لهم إن المجتمع الذي يتشدق بهذا الكلام فيه رجال بسطاء لا تعمل نساؤهم ومع ذلك فهم يعيشون سعداء إذن هي حجة باطلة ولا توجد أي ضرورة لعمل المرأة وعليه فخروج المرأة للعمل حرام وإن أقرته الدنيا كلها الله سبحانه وتعالى قد خلق المرأة لأسرتها وزوجها وأولادها ولا يقول أحد أو يدعي أن المرأة التي تبقى في بيتها هي امرأة بلا عمل والحقيقة أن لدى المرأة عملا أكثر من الرجل فلو أنها أخلصت وراعت بيتها وأولادها لما وجدت دقيقة واحدة من الفراغ ولكن الناس تتحدث عن المستوى وكيف أن الرغبة في مستوى حياة أعلى تفرض أن تعمل المرأة ونقول لهم بأن كل إنسان يجب أن يرتب حياته على قدر إمكاناته فالذي يريد أن ينمي معيشته عليه أن ينمي حركته ويضاعف من نشاطه بأن يعمل في وظيفة إضافية في وقت فراغه وأترك زوجته للمهمة التي أوكلها الله إليها وهي تربية النشأ تربية صالحة ومراعاة زوجها لقد أردت أن أثير هذه القضية في أول الحديث عن الحرام لأن بعض الناس يتخذون من الزمن أو ما يسمونه تطور الزمن حجة في تحليل الحرام بل إن بعض الناس يقول إن العبادات الآن وبعد تقدم المدنية والحضارة لم يعد الوقت يسمح بها وأن عدم الاختلاط وغير ذلك من مبادئ الإسلام قد انتهى وقته وأصبح الزمن متطورا ونقول لهؤلاء في كل أمر من الأمور وليس فيما يختص بقضايا المرأة فقط إن الحرام سيظل حراما إلى يوم القيامة بلا تعديل ولا تبديل بشري لما شرعه الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الحرام والحلال وعنده علم الدنيا والآخرة أي أنه لا شيء مما يحدث الآن أو سيحدث في المستقبل كان غائبا عن علم الله تبارك وتعالى عندما شرع وقال فعل ولا تفعل ربما كانت الأشياء غائبة عن علم البشر ولذلك فإن كل علم بشري ناقص وكل قانون بشري إن عالج مشكلة أثار مشكلات ومهما كان محكما في نظر واضعيه لا يخلو من ثغرات لماذا؟ لأن البشر علموا أشياء وغابت عنهم أشياء كثيرة فعلمهم بالمستقبل غير موجود ولذلك فإن القوانين البشرية لا تكاذ توضع حتى تعدل ثم يأتي بعد التعديل تعديل ثم تعديل حتى تصبح كالثوب الذي لا يستر شيئا من كثرة الرقع التي تملأه ولكن التشريع الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل لماذا؟ لأن الله علمه يشمل الكون كله ولذلك فلن يفاجأ تبارك وتعالى بحدث يقع لم يكن في الحسبان أو شيئا يتم لم يكن مقررا له أن يتم فالكون بأحداثه كلها من خلق الله سبحانه وتعالى ولا شيئا يقع في كون الله إلا بمراد الله ثبوت أحكام الله إذن كل ما يقال من أن الزمن قد تغير أو أن الظروف قد اختلفت أو غير ذلك من الترهات والأباطيل التي نسمعها ليحلوا ما حرم الله كل هذا كلام فيه معصية وإثم فالحرام هو الحرام وسيظل حراما حتى قيام الساعة والمرأة لها وظيفتها التي حددها الله لها فلا يأتي إنسان ويتعلل بالظروف والزمن لأن الله جل جلاله أعلم بالظروف والزمن منا جميعا وأوامره ونواهيه صالحة في كل زمان ومكان لقد رأينا ولازلنا نرى ماذا فعل خروج المرأة من البيت ولقد تكلمت عن هذا أكثر من مرة وقلت إذا كانوا يقولون إن عمل المرأة زيادة في إنتاج فقد أضاع عملها أجيالا وسيضيع أجيالا فالشباب الذي لا يجد في طفولته أما تحن عليه ينشأ وقد ملأت قلبه القسوة والمرارة وأحس أنه أهمل وأنه لم يعش طفولته إلى آخر ما نراه هذه الأيام وإذا كنا نشكو من الإدمان بين الشباب ومن ارتفاع معدل الجريمة وغير ذلك فلنعلم والنثق أن سبب هذا الانحراف كله أن المرأة أهملت أولادها وذهبت لتعمل بحجة واهية هي زيادة الإنتاج ولكنها بدل أن تزيده أضاعت كل شيء ولم تجني شيئا إنما نشاهده الآن من عقوق للآباء والأمهات وما نراه من ذيوع دور المسنين الذين يدعون فيها له حصاد ذلك الخروج التعس الذي قطع الأواصر وحجر القلوب وأشاع التفكك في الأسرة والمجتمع فإذا انتقلنا إلى قضية الزنا وهي قضية خطيرة جدا نجد أن بعض من ختم الله على بصائرهم ينظرون ببساطة إلى قضية الزنا بعضهم يقول إنها حرية شخصية نقول لكل من يدافع عن هذه النظرية رجلا كان أو امرأة إن مسألة الأنساب مسألة خطيرة جدا وإذا كانت إحداهن تريد أن تجرب هذه المسألة فالتأتي لزوجها والتقل له ولو كذبا أنني غير متأكدة أن هذا الطفل منك لترى ماذا يمكن أن يحدث إن حب الأبي سينقلب إلى كره وعاطفته تنقلب إلى نار تحرق الطفل أو الطفلة وبعد أن كان هذا الأو يحاول جاهدا أن يوفر لابنه أو ابنته كل أسباب التقدم في الدنيا فإنه سيلقيه وأمه في الشارع وتكون النتيجة هي انهيار الأسرة وضياعها وإذا تفشت هذه المسألة في المجتمع ضاع المجتمع كله وانهدم وهامت الأطفال في الشوارع لا تجد من ينفق عليها وأصبحت الحياة نفسها بلا قيمة ولتهدد بقاء النوع وانتهى في مئة سنة أو أكثر من ذلك قليلا لقد خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى لاستمرار النوع بالتناسل ووضع في الإنسان بل وفي الحيوان ملكات وغرائز تجعله يرعبنه ويرضيعه ولا يؤذيه إلى آخر ما نراه من غريزة الأمومة في الحيوانات وفي الحيوان تكون غريزة الأمومة هي الغالبة لأنه لا أحد يعرف من الأب ولكن في الإنسان الأمر يختلف والله سبحانه وتعالى قد جعل الأب راعيا للأسرة قائما عليها يحيط زوجته وأولاده بكل العناية ويسعى ويكدح ليوفر لهم كل احتياجاتهم ولقد جعل الله التناسل ووضع ما فيه من رغبة وجعل الحياة تقوم عليه حفظا للنوع وعندما يكون التناسل بالغريزة وحدها نجده يؤدي مهمته فكل حيوان مثلا إذا جاء موسم التزاوج فإن الأنثى هي التي تطارد الذكر وهي التي تغريئ فإذا حملت ثم حاول الذكر أن يقربها تقوم معركة كبيرة بينهما وربما أصابت الأنثى الذكر بجراح ذلك في الحيوان الذي يعيش بالغريزة الغريزة والاختيار أما الإنسان فإننا نجده قد حول عملية الجنس هذه عن هدفها وجعلها متعة خاصة في ذاتها وليست متعة للإنجاب فقط لأن التدخل والاختيار البشري أفسد كل شيء تماما كما يفسد باقي الغرائز البشرية وعلى سبيل المثال إنك إذا وضعت أمام الحيوان كمية من البرسيم فإنه يأكل منها حتى يشبع ثم بعد ذلك لا يضع عودا واحدا في فمه مهما أغريته ولكن الإنسان المحكوم بالاختيار يأكل حتى يشبع وعندما يبدأ مغادرة المائدة نقول له أنت لم تأكل الحلو ولابد أن تأكله فيأكل وهو شبعان ثم نقول له هناك حلوة لا بد أن تذوقها فيفعل ويظل هكذا يحشر في جوفه حتى يصاب بالتخمة إذن عملية الزنا عملية خطيرة جدا تهدم الأسرة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي فالمجتمع الإسلامي مجتمع أسرة فيه صلة رحم وفيه تكافل الأقارب وفيه الزوج والزوجة والأولاد فإذن هدمت الأسرة إن هدم المجتمع وضاع بعض الدول الإلحادية قامت بمحاولة لإباحة الزنا وألغت الزواج وقالت إن الطفل الذي يأتي لا ينسب لأبيه أو لأمه بل يكون طفل الدولة واعتقدت هذه الدولة الإلحادية أنها بذلك تستقطب الشباب وتعطيه الحجية ولكن ماذا كان رد فعل الشباب المضلل لقد رفضوا هذه التجربة التي لم تستمر سوى شهور معدودة وعاد الزواج مرة أخرى كما شرعه الله واضطرت هذه الدولة الشيوعية إلى الاعتراف بالزواج وبنسب الأطفال لآبائهم إن الزنا فضلا عن أنه يهدم المجتمع تماما ويضيع العاطفة التي تجعل الأب ينفق على ابنه ويربيه ويعلمه يجعل الأبناء ينشأون مجرمين غير منتمين لشيء لا لأسرة ولا لمجتمع وإذا كان اشتغال المرأة وهي نصف الأسرة قد ضيع أجيالا من الشباب فإن الزنا يضيع أجيالا أخرى يهدم أهم مقومات المجتمع وهي الأسرة هذه هي الجريمة الخطيرة يحاولون تبريرها بأنها حجية شخصية ولقد وضع الله سبحانه وتعالى لها عقوبة صارمة وهي الرجم حتى الموت لتتساوى مع عظيم ضرر هذه الجريمة لماذا حرم الله سبحانه وتعالى ربا مع أن العالم كله يتعامل به وتنمو أمواله بالربا نقول إن انتشار الربا في هذه المجتمعات ليس مبررا لكي نتعامل نحن به فديننا قطع بحرمته وجرمه وكل من يتعامل به سائرا إلى كارثة مالية فالربا يزيد الفقير فقرا ويزيد الغني غنى الربا معناه أن المال ينمو بلا عمل من صاحبه كيف؟ أنت تملك ألف جنيه تعطيها لرجل فيعيدها لك بعد فترة محددة ألفا ومائة أو ألفا ومائتين مع أن وظيفة المال في الإسلام هي أن يستخدم في التنمية في عمارة الأرض الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بعمارة الأرض والمال كما يجب أن نعلم ليس رزقا مباشر إنه رزق غير مباشر بمعنى أنه إذا كان عندك جبل من الذهب أو كميات من الأوراق المالية وكنت جائعا فأنت لا تستطيع أن تأكل منه شيئا وإن كنت عطشانا فإنك لا تستطيع أن تشرب منه شيئا ولكنه يدفع ثمنا للأشياء أن يأتيك بما تريده مجزق مباشر صالح للأكل أو الشرب والمال في الدنيا مال الله وليس مال أحد نحن نقول مال فلان مجازة ولكنه في الواقع مال الله ولو كان مالك لأخذته معك عندما تموت ولو كان مال غيرك لأخذه معه فإذا كنا في الدنيا ندعي ملكية المال ورضي الله بهذا الادعاء فإن ذلك لا يعطينا الحافز الشخصية على العمل والإنتاج والبناء يقول الله تعالى مقررا ملكيته سبحانه للمال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم إن الله سبحانه وتعالى يعطي المال وصفه الصحيح بأنه مال الله وأن أحدا لا يملكه والدليل أننا نتركه في الدنيا ونمضي وينتهي الخلق كلهم ويلقى المال وكل ما صنعه الناس في الدنيا ليدمر قبل أن تقوم الساعة فالمال هو وسيلة لعمارة الأرض وأنت حينما تعمر الأرض أردت أم لم ترد تفتح أبواب الرزق للناس فحين يحله لك بخاطر أن تكون صاحب عمارة ويحببك فيه تكون قد فتحت أبواب الرزق وإن لم تقصد ذلك لمئات العاملين من المهندسين والنجارين والحدادين والسباكين وغيرهم من أصحاب الحرف هؤلاء كلهم أخذت مالك وأعطيته لهم وأنت مسرور وسعيد وهم حولوا هذا المال على هيئة مبنى أو عمارة جمدوه على هيئة أسمنت وحديد وطوب ولكن هذا المال فتح أبواب الرزق لمجموعة من الناس وظيفة المال في الحياة إن هدف المال في الإسلام هو أن يفتح أبواب الرزق للناس ليعملوا ويكسبوا حلالا ليحدثوا رواجا في المجتمع ماذا يحدث بالنسبة للتعامل بالربة؟ ولنقرب الصورة أولا من الأذهان نقول من الذي يقترض؟ الذي يقترض هو الفقير أو المحتاج؟ والذي يقرض أو يعطي هو الغني؟ وهذا أمر تتساوى فيه الدول الفقيرة والأفراد الفقراء الفقير لم يأخذ المال بقيمته الحقيقية بل أخذه بأكثر من قيمته بـ 20% فإن أقام بهذا المال مشروع فهذا المشروع يبدأ بشكل معوق لماذا؟ لأنه اشتر المال بأعلى من ثمنه وعندما يبدأ المشروع في الإنتاج لا يدر عليه ربح لأنه لو ربح 20% فكأنه لم يربح شيئا لاستهلاك هذا الربح في الفائدة الربوية وفي هذه الحالة سيعود المشروع على الفقير بالخسارة بينما يدخم الغني الذي لا يقوم بأي نوع من العمارة في الأرض لأنه يتخذ المال كسلعة والله سبحانه وتعالى لا يريد ذلك بل يريد المال لعمارة الأرض إن النتيجة التي وصل إليها العالم هي أن الدول الغنية أصبحت تدين الدول الفقيرة ببلايين الدولارات وكلما مر عام زادت ديون الدول الفقيرة وبالتالي ازدادت فقرا حتى تصبح عاجزة عن الدفع وأصبح العالم يبحث عن حل لجدولة الديون أو غير ذلك أو إسقاط جزء منها إلى آخر ما نسمعه في هذه الأيام وليس هناك حل كما قال خبراء الاقتصاد في العالم إلا بجعل سعر الفائدة صفرا هذا هو ربا وهذا ما أتى به للعالم الدول الفقيرة تحمل على ظهورها ديون لا تعد ولا تحصى وتكون النتيجة إنها تضطر لدفع كل دخلها فوائد لهذه الديون ثم لا تجد ما تنفقه على ما يحتاجه شعبها مهما شروعات التنمية أو حتى الغذاء بما يعني الدخول في حلقات فقر تزداد كل عام وهذا ما حذرنا الإسلام منه أن يتحول المال إلى وظيفة حتى لا يزداد الفقير فقرا والغني غنى وهل جاء الربا للعالم إلا بالفقر؟ إن العالم الذي اضطر إلى إباحة الطلاق مقتديا بالإسلام بعد أن ثبت له فشل تشريع تحريمه عندما عم الفساد سيضطر أيضا إلى إلغاء الربا الطرارة ولكن بعد أن تحدث أزمة اقتصادية طاحنة ترج العالم رجع ولكن الربا سيظل محرما أحله الناس أو حرموه وكل فائدة ثابتة هي ربا ومادما هناك نظام إسلامي للاستثمار فلماذا لا نطبقه؟ إنه سيعطينا الخير وينجينا من الكوارث لأنه تشريع الله الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه الطعام بين الحلال والحرام أما بالنسبة لما حرم من طعام وشراب فإننا نجد أن الله سبحانه أحل طعاما وحرم طعاما وأحل شرابا وحرم شرابا وتدخل الإنسان في الطعام والشراب فأفسدهما وجعل الحلال حراما كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى يرينا أن هناك بعض ما خلقه من طعام كرزق حسن أخذه الإنسان وجعل منه الرزق الحرام مثال ذلك العنب والبلح خلقهم الله تبارك وتعالى فاكهة حلوة المذاق طعمها لذيذ فيها من الفوائد للإنسان الكثير هذا هو الرزق الحسن أخذ الإنسان هذه الفاكهة وخمرها بطرق معينة ليخرجها عن هدفها رئيسي وهو الرزق الحسن ويحولها إلى رزق حرام خمر تذهب العقل لماذا فعل الإنسان هذه الجريمة؟ وما الذي جعله يأخذ الرزق الحسن ويحوله إلى رزق حرام ليفسد في الأرض؟ إنها النفس الأمارة بالسوء التي تجعل الإنسان يفسد ما خلقه الله بعض الناس يسألني هل التلفزيون حرام؟ هل السينما حرام؟ أقول إن هذه الآية تنطبق على كل شيء في الدنيا يفسده الإنسان التلفزيون في ذاته ليس حراما خصوصا إذا استخدم في تعليم الدين والقرآن وإذاعة الأحاديث النبوية وغير ذلك مما يصلح به أمر الناس دنيا وآخرة أما إذا استخدم استخداما خليعا فإنه يصبح حراما يسألني البعض الآخر هل الغناء حرام؟ وقبل أن أجيب عن هذا السؤال أقول هل الصوت الذي يغني يلتزم الجدية في غنائه؟ أم يتثنى لإثارة غرائز الناس؟ هل كلمات الأغنية وقورة ولها معنى وهدف سام؟ وهل الموسيقى أو اللحن يتفنن فيه الموسيقار؟ ليكون اللحن أقرب ما يكون إلى الرقص منه إلى الموسيقى؟ لقد سألوني في العام الماضي عن فوازير رمضان ورأيي فيها وقلت إن المفروض أن تكون هذه الفوازير اختبارا صغيرا لذكاء لغز وتحاول أن تصل إلى حله إذن فما هي علاقة الفزورة بكل ما يراه الناس على الشاشة الصغيرة من رقص واستعراضات وغناء؟ وما علاقة ذلك باختبار الذكاء؟ طبعا لا علاقة بين كل ما يرى الناس وبين الفوازير فإذا تحدثنا عن السينما فالسينما اختراع علمي إذا استخدم في الأفلام التسجيلية أو التعليمية وتصوير الأحداث ونقلها أو شرح الدروس والتعليم فبلا شك أن هذا حلال ومطلوب ولكن إذا استخدمت في غير ذلك فإنه يخرجها عن الحلال ويدخلها في الحرام تماما ككل شيء يستخدم في أهداف خارجه إذن المسألة ليست حلالا أو حراما على إطلاقها فهناك أشياء تحدد حرمتها طريقة استخدامها فإذا استخدمت بطريقة تتناسب مع تعاليم الله فهي حلال وإذا استخدمت بطريقة تتنافى مع تعاليم الله فهي حرام ومن يستخدمها هو الذي يحدد تماما كالسكين تصلح للقتل وتصلح لأشياء نافعة كثيرة في البيت واليد التي تستخدمها هي التي تحدد ومن الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى الخمر والميسر والخنزير وهي ثلاثة محرمات كبيرة لا بد أن نتحدث عنها إذا تحدثنا عن الخمر فهي أم الكبائر إنها التي تيسر كل معصية وتدفع الإنسان إلى الشر وإلى القتل وإلى أشياء كثيرة لأنها تغيب العقل والعقل هو الميزان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وميز به الإنسان للاختيار بين البدائل العقل البشري هو الأمانة التي حملها الإنسان ليختار بها وعلى أساس الاختيار يكون الحساب والله تبارك وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والله سبحانه وتعالى جعل العقل ونجه وممارسته لمهمته في الحياة هو أساس الحساب في الآخرة ولذلك رفع القلم عن الإنسان حتى يبلغ النج العقلي فالطفل لا يكلف ولا يحاسب إلا إذا نضج عقله وكيف نعرف أن عقله قد نضج عندما يصبح صالحا لإنجاب مثله وما دم غير صالح لإنجاب مثله لا يحاسب لأن أساس الحساب كما قلنا نضج العقل والمجنون لا يحاسب ولا يكلف لأن عقله قد ستر فهو لا يستطيع أن يميز بين البدائل وهكذا جعل الله تبارك وتعالى العقل أداة الاختيار في الدنيا وأداة الحساب في الآخرة حيث يحاسب المرء على تصرفاته وقد يقول بعض الناس وما ذنب الإنسان أن يخلق مجنونا نقول أن الله سبحانه وتعالى قد عوض المجنون بأشياء كثيرة فالمجنون يفعل ما يشاء دون أن يحاسبه أحد تجده يضرب إنسانا والإنسان المضرب يضحك ويبتسم يقول أي شيء ويسب الناس فلا يحاسبه أحد ويوم القيامة يدخل الجنة بلا حساب الله جل جلاله لعدالة الحساب يريد أن يبقى العقل متيقظا لا يستره شيء ولا يغيبه شيء حتى يستطيع أن يؤدي مهمته في الحياة إن مهمة العقل أن يتأمل في هذا الكون ويتدبر في آيات الله حتى يصل إلى أن لهذا الكون إلها خالقا عظيما مهمته أن يناقش بالحجة والبرهان حتى يصل إلى يقين وجود الله وعندما يرسل الله الرسل فإن مهمة هذا العقل أن يستقبل هؤلاء الرسل فإذا قالوا له إن الله أرسلهم وجاءوا بالبرهان على صدق بلاغهم عن الله صدقهم وآمن معهم إن مهمة العقل أن يناقش كل كافر ملحد يريد أن ينشر الكفر والإلحاد بالحجة وأن يبطل حجته مهمته أن يعقل العبادة فيستطيع أن يؤديها كما يريدها الله سبحانه وتعالى وأن يعلم ما يقول وأن يحرص على منهج الإيمان هذه هي بعض مهام العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها فإذا شرب الإنسان الخمر تعطل عقله عن العمل فلا يعرف كيف يصلي ولا كيف يذكر الله ولا يدري ماذا يقول والله سبحانه وتعالى في أول مرحلة من مراحل تحريم الخمر أراد أن يكون بالتدريج ليخرج الناس من إلف العادة تدريجيا فلا يشق عليهم ويكون التكليف سهلا مقدورا عليه فالله برحمته لا يريد أن يشق على أحد نقول إنه في أول مراحل تحريم الخمر نزلت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون لأن السكران لا يعرف ماذا يقول ولذلك عندما أدى الصلاة كان يقرأ آية قل يا أيها الكافرون فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون والعياث بالله فنزلت هذه الآية الكريمة فإذا كان هذا يحدث في الصلاة وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكتب للمرء من صلاته إلا معقل يأتي الإنسان بالخمر ليفسد أداة الاختيار ويعطلها ويفسد أداة تعقل الصلاة والتسبيح والذكر وتعقل العمل والتعامل وغير ذلك ويعطل أداة تدبر آيات الله في الكون وتدبر منهج الله الله سبحانه وتعالى يريد آلة الاختيار في الإنسان سليمة مئة في المئة فتأتي الخمر لتفسدها وتفسد مهمة الإنسان في الكون أليس هذا فسادا وفسادا كبيرا؟ إذا انتقلنا من الخمر إلى الميسر نجد فسادا آخر فالمال هو عصب الحياة والإنسان يشقى ويتعب للحصول على المال حتى ينفقه فيما يفيده على أسرته وأولاده والإسلام قد وضع مبدأا هاما هو أنه لا مال بدون عمل ذلك أن المال في الإسلام كما هو معروف لا بد أن يكون نتيجة عمل حتى قيل إنه إذا لم يوجد عمل فليحفر الناس بئرا وليردموها في يوم التالي وذلك حتى لا يعتاد أن يأخذوا المال بلا عمل فلا يعملوا بعد ذلك أبدا وينهدم أساس من الأسس الاقتصادية ولكنك تجد بعض الناس يذهبون إلى شقة واحد منهم وهم أصدقاء أو يدعون أنهم أصدقاء بينما كل واحد منهم يريد أن يأخذ كل ما في جيوب الآخرين من المال نتيجة الميسر أن الناس تحترف كسب المال بلا عمل فتهمل مصالحها وأولادها وتسهر على موائد القمار أكثر من ذلك نجد المقامرة على استعداد لبيع أي شيء حتى شرفه يخيل له أنه سيربح وسيكسب فيقترض ليعوض ما خسره ويكتب شيكات بدون رصيد وتكون نهايته السجن يترك أولاده وزوجته يتسولون وينفق المال على القمار هو ومن معه تحولوا إلى مجموعة من العاطلين الذين يريدون كسب المال بلا عمل وتكون النتيجة أن تنتشر العداوة والبغضاء بين المقامرين لأن كل واحد منهم قد أخذ مال الآخر وهو يريد أن يسترجعه منه وهكذا ينقلب المجتمع إلى مجتمع عاطلين متشاحنين الأمر الذي يؤدي إلى الفساد في الأرض ولماذا الخنزير تحريم لحم الخنزير قضية أثارت جدلا كثيرة بعض الناس يتساءل لماذا حرم الله لحم الخنزير وبعضهم يقول إذا كان الله قد حرم لحم الخنزير فلماذا خلقه نقول لهؤلاء جميعا إن الله قد حرم لحم الخنزير وما دام الله قد حرمه فلن نأكله سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرفها وإذا كانت الأبحاث الحديثة قد أثبتت أن لحم الخنزير يصيب الإنسان بالدودة الشريطية وإنه يكون في الجسم كمية من الكوليسترول أضعاف أضعاف ما تكونه اللحوم الأخرى وإنه يرهق المعدة في الهضم وغير ذلك نقول ما دام الله قد حرمه فنحن لا نسأل عن العلة فإذا جاء العلم بما يرينا إعجاز القدرة الإلهية فنحن نقول سبحان ربنا الذي وقان شر هذا قبل أن يعلمه البشر أما لماذا خلق الله الخنزير وحرم لحمه نقول لهم ومن الذي قال إن الله خلق الخنزير ليؤكل أكل ما خلقه الله يؤكل لقد خلق الله الخنزير لمهمات أخرى غير الأكل خلقه ليجمع كميات هائلة من الجراثيم التي تتكاثر في القمامة خلقه ليخلص الدنيا من كميات من القمامة أكلها ربما تكون الطريقة الوحيدة لتطهير القمامة هي في بطن الخنزير خلقه لمهام أخرى متعلقة بالجراثيم والقمامة وليقي الإنسان مضارها ولكن الإنسان أخرجه من شيء نافع وحوله إلى شيء ضار هذا بعض ما حرمه الله علينا مما فيه فساد الكون سواء ما يفسد المجتمع أو ما يهدم الأسرة أو ما يحطم اقتصاد العالم ويقضي على الشعوب الفقيرة أو يذهب العقل الذي هو أداة الاختيار وأداة الهداية إلى الله سبحانه أو ما يضيع الأسر والأطفال ويشردهم وهكذا نرى أن الحرام هو فساد أراد الله أن يمنعه عن الإنسان رحمة به وحتى لا يعم الفساد والضرر في الأرض فتصبح الحياة مليئة بكل العورات والشرور والأمراض وتصير الحياة ضنكا تتعذر معها الحياة كلما تقدم الزمن وامتلأت الدنيا بالفسق ذاع الحرام بين الناس حتى يصبح عرفا ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بسنته عند اختلاف أمته كالقابض على الجمر وقد ورد في الأثر في زماننا هذا تحق النار على من يفرط في عشر دينه ويأتي زمان تجب الجنة لمن يحافظ على عشر دينه ويقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين سفاكين للدماء لا يرعون عن قبيح وإن بايعتهم واربوك يعني خدعوك وإن ائتمنهم خانوك صبيهم عارم يعني خبيث شدير وشابهم شاطر وشيخهم لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة وذو الأمر منهم غاو فعند ذلك يسلط الله عليهم شرارهم فيدعو أخيارهم فلا يستجاب لهم وهكذا نرى أن تسلسل الزمن والأحداث في علم الله علمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أخبرنا به فلا يجب أن نعتقد أن انتشار الحرام هو تطور مفاجئ في الحياة إن الذي أدى إلى ذلك عدة عوامل أولها أن الجزاء محجوب عنا فنحن نقدم على الحرام لأننا لا نستحضر الجزاء في قلوبنا وعقولنا ولو استحضرنا الجزاء ما أقدمنا على الحرام أبدا لقد جعل الله سبحانه وتعالى الجزاء غيبا لتكون الطاعة صادرة عن إيمان قوي وليس عن رؤية ومشاهدة ولكن لو أننا جئنا بأجمل فتاة في العالم ثم جئنا بشاب يمتلئ صحة وفتوة وقلنا هل تعجبك هذه الفتاة؟ سيقول نعم فنقول له هذه شقة فاخرة سنعطيها لك وهذه الفتاة ستبقى معكما شئت ثم بعد ذلك نفتح له بابا ليرى جهنم ونقول له بعد أن تقضي ليلتك سنرقي بك إلى هنا لتبقى خالدا فيها أكان يقدم على ذلك؟ طبعا لن يقدم كذلك لو جئنا بإنسان وقلنا له هذا مال حرام خذ منه ما شئت وأنفقه كما تريد ثم بعد ذلك فتحنا عليه بابا فرأى نفسه في جهنم وكلما أكله أو شربه أو لبسه موقد بالنار داخل وحول جسده أكان يمكن أن يقرب هذا المال؟ طبعا لا ولكن لأن الجزاء مخفي عنا فإننا نرتكب الحرام ولو استحضر كل واحد من الجزاء ساعة ارتكابه المخالفة ما أقدم إنسان على فعل الحرام أبدا الحرام جاء من الاختيار هذه هي الحقيقة التي نحن غافلون عنها أما الحقيقة الثانية فإن الإنسان أخذ الطريق إلى الحرام من خلق الله له مختارة فلو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلقنا طائعين ما استطاع واحد مننا أن يرتكب معصية وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا قادرين على المعصية وخلقنا كذلك لأن كونه كله يأتيه عن قهر كونه كله مقهور على الطاعة يسبح ولا يتوقف عن التسبيح إنه سبحانه وتعالى يريد خلقا تأتيه عن حب لا عن قهر يريد خلقا قادرا على أن يعصي ولكنه يأتي طائعا باختياره يقول يا رب جعلت لي شهوة عاجلة ولكن حبي لك أقوى وأكبر من كل متع الدنيا لذلك تركت هذا كله وجئتك وأنا قادر على أن لا أجيء جئتك عن حب لأن حبي لك أقوى وأكبر من الدنيا وما فيها هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عباده وإلا لما خلقهم مختارين قادرين على الطاعة وقادرين على المعصية لقد كان إخفاء الجزاء عنا ضروريا لأنه لو رأى إنسان من الجزاء ما اقترب من معصية أبدا وما اقترب من حرام أبدا وبعض الناس يسأل هل هناك درجات في الحرام هل هناك درجات في الذنوب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق إذن هناك درجات في الحلال هناك الحلال الذي يحبه الله وينتظره من عبده والحلال الذي يتقبله ولا يحبه كالطلاق ولم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آخر من الحلال يبغضه الله سبحانه لأن الطلاق هدم للأسرة ولأنه ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة يقول الله سبحانه وتعالى عن العلاقة التي تربط المرأة بالرجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا فالذي بين الزوج وزوجته ميثاق غليظ وكيف لا يكون غليظا وقد أحل لهم ما حرم الله لهذا فإن الله تبارك وتعالى لا يريدهما أن يفترق إلا إذا كانت الحياة بينهما مستحيلة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق أي أنه إذا كان هناك شيء من الحلال يبغضه الله فإن الطلاق أبغض أما الحرام فإنه يتدرج من الصغائر إلى الكبائر فمن الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وشرب الخمر والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات إن أول شيء في الحرام أو الذنوب هو النية يقول الله تبارك وتعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم فما دم القلب لا يتعمد الإثم فلا يوجد إثم ولنضرب لذلك مثلا لنفرض أن إنسانا اعتاد أن يقسم على الناس بأن يجلس معه ليتناولوا قدحا من القهوة أو كوبا من الشاي هذه ليست يمينا معقودة والله جل جلاله يقول لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان وما دمت ليست يمينا معقودة فلن يؤخذ عليها وبالنسبة لما يقترف من الذنوب هناك ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة الذنوب الكبيرة هي الكبائر أما الذنوب الصغيرة فهي اللمم وهي الذنوب التي يغفرها الله تعالى للعبد كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وفسر اللمم بالقبلة والغمزة والنظرة كما فسر بأن اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم تاب مرتكبها ولكن لا بد أن نعرف أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة ولذلك لا يجب أن نصر على صغيرة أو نستخف بارتكابها بل نستغفر الله ونتوب إليه وكما قلنا هناك درجات في الحرام كبيره وصغيره ولكن القبيح كبيره وصغيره يكرهه الله سبحانه وتعالى ويجب أن نعلم أن الحساب يختلف بالنسبة للتعمد في ارتكاب الذنب فلنفرض مثلا أن إنسانا سافر إلى أوروبا ليدرس ودقت جرس الباب ودخلت عليه فتاة مبتذلة وجلست معه فعليه إثم يحاسب عليه يوم القيامة ولكن لنفرض أن شابا قيل له ستدرس في الخارج فأخذ يسأل عن عناوين الأماكن المشبوهة وعن الفتيات المشبوهة ويسجلها في مفكرته وبعد وصوله سعى إلى هذه الأماكن وإلى هؤلاء الفتيات يكون عليه ذنب أكبر لأنه سعى إلى الحرام وخطط ورتب وتعمد أن يصل إليه لم يصل إليه بالمصادفة بل كان بالتخطيط الله تبارك وتعالى حين طلب منا أن نبتعد عن الحرام يسر لنا ذلك لا يقول أحد إن الله تركنا تتجاذبنا الإغراءات دون أن يعيننا على الحلال إنك لن تجد إنسانا أراد أن يعيش حلالا إلا يسر الله له ذلك ولن تجد إنسانا اتجه إلى الحرام إلا أتعبه وأشقاه الله في الدنيا وأول التجسيرات لمن يطلب العيش الحلال أن الله جل جلاله يبارك له في رزقه وأول هذه البركة أن الرزق يفي بحاجته يذهب إلى السوق فلا يجذب نظره أو انتباهه إلا ذلك الشيء رخيص الثمن الذي يتناسب مع دخله هذا الشيء يسعده ويأخذه إلى بيته وهو فرحان فإن كان يريد طعاما فلا يغريه إلا السمك الصغير أو اللحوم الرخيصة فإذا ذهب بها إلى بيته فرحت بها زوجته وأولاده بينما الرجل الذي مالوه حرام لا يقنع أبدا إلا بأغلى الأشياء إنه يرهق نفسه في البحث عنها ويتكبد المشاق في الحصول عليها فإذا أخذها إلى بيته فقد لا تعجب بها زوجته وأولاده ويقولون له إنها غير جيدة وتكون النتيجة أنه ينفق المهل ولا يجد قبولا وربما أدركت أنه يشعر بتعاسة أهل بيته لقد كان لي زميل عزيز وكنا مدرسين معا في معهد واحد وكان دائما يشكو لي من أولاده وكيف أنهم لا يكفيهم المصروف الذي يأخذونه وأنهم باستمرار يحتاجون إلى دروس خصوصية وأنه ينفق عليهم كذا وكذا وعندما حان موعد صرافنا كان يمسك في يده بمظروف أصفر قلت له ما هذا قال هذه بعض الأوراق والأقلام والأساتيك ليذاكر بها الأولاد في البيت قلت أتعطيهم من هذه الأشياء قال نعم قلت له إن أردت أن يكفيك دخلك ويستغني أولادك عن الدروس الخصوصية فامتنع أنت عن أخذ هذه الأوراق والأقلام والأساتيك من عهدة المعهد فنظر إلي وكأنه استكثر ما أقول ومضت عدة شهور وجاءني مستبشرا وقال لي لقد توقفت عن أخذ ما كنت أستولي عليه من عهدة المعهد فامتنع كل ما ينغص علي حياتي قد تكون هذه الأشياء التي نقترفها صغيرة وضئيلة لدرجة أننا لا نحس بها ولكنها في الحقيقة أشياء كبيرة على حياتنا فإذا كان هذا هو ما يحدث بسبب قلم الرصاص أو رزمة ورق فما الذي يمكن أن يحدث في حياة الناس بسبب مئات الألوف من الجنيهات إنها تنقلب تماما تجد الأمة في ناحية يسلط الله عليها من صديقات السوء ما يدفعها إلى أشياء خطيرة تضر ببيتها وأولادها وتجد الأب في ناحية وقد غرق في مشاكل مهما كسب لا يكفي ينفق بلا حساب وتكون هذه النفقة عليهم وبالا وحسرة وقرأ قول الحق سبحانه وتعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وبالنسبة للأولاد فلن يكون الحرام إلا ضارا بهم وشؤما عليهم وهلاكا لهم تجد الإبن أو الإبنة وقد أدمن المخدرات وانطلق إلى الفساد لا يكفيه مال وأحيانا يسرق ويتعجب الناس وهم يقرؤون في الصحف أن ابنة ثري فلان سرق وأن ابنة فلان ذاك انحرفت نقول لهم لا تتعجب ولكن يسألوا أولا من أين جاء هذا الثري بماله من حلال أم من حرام فإذا سألت وعرفت السبب ينتهي عجبك بمجرد أن تعرف إن الله تبارك وتعالى يسلط على كل من يحصل على مال حرام من ينفقه له فما دام المال الحرام يأتي بلا تعب فإنه ينفق فيما لا يفيد أو فيما يضر ولا ينفع ثم لا يأتي لك إلا بالحسرة وما ينغص عليك حياتك عندما يكسب الأب حراما بعض الأبناء والبنات يثيرون أزمات في البيت وسبب هذه الأزمات أنهم في قرارة أنفسهم يعتقدون أن الأب يكسب من حرام سواء أكان هذا الأب تاجرا أو موظفا فيقرر الإبن أو الإبنة أن لا يتناول طعاما من مال أبيه ولمثل هؤلاء نقول إنه ليس لك ولاية على أبيك وإنه لا إثم عليك مما يكسب وفي الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أب أو زوج يحرص على الكسب الحرام شركم من ترك عياله بخير وأقبل على الله بشر أي من جمع المال حلاله وحرامه وتركه لأولاده ثم جاء إلى الله بذنوبه وآثامه ليحاسب فلا هو تمتع بها في الدنيا وحقق لنفسه لذة عاجلة ولا هو عف نفسه عن ارتكاب الحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف شركم من باع دينه بدنياه وأشر منه من باع دينه بدنيا غيره أي أن شر الناس من باع دينه ليحقق لذة عاجلة في الدنيا سواء كانت هذه اللذة مالا أو شهرة أو غير ذلك لماذا؟ لأنه باع نعيما مقيما بشهوة تستغرق زمنا قصيرا ولأنه باع خلودا في الجنة بعمر محدود قصير في الدنيا لا يساوي مهما كانت قيمته شيئا بالنسبة للآخرة والله سبحانه وتعالى يقول فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين إن الله يريد أن يلفتنا إلى أن الذين يعملون ما يشاءون في الدنيا دون التزام بمنهج الله يخسرون أنفسهم يوم القيامة كيف يخسرون أنفسهم وهم قد حققوا لها كل ما تريده في الدنيا ونقول إن من يضحي بنعيم دائم مقابل شيء موقوت أَيَكُونُ كَاسِبَةَ؟ ولكن هناك من هو آشر من ذلك الذي باع دينه بدنيا غيره كيف يبيع الإنسان دينه بدنيا غيره؟ بأن يتطوع لشهادة الزور لصالح أحد أصحاب النفوذ أو يكذب أو يظلم ليرضي رئيسا له أو يغضب الله ليرضي من يعتقد أنه ينفع ويضر ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يبيع دينه بدنيا غيره وهنا يأتيني دائما سؤال هب أن إنسانا جمع مالا من حلال وحرام ثم مات هل يحاسب ورثته على آثامه إن ورث ماله وبعضه حرام؟ وهل يجب عليهم أن لا يقربوا هذا المال؟ نقول لا الذين يرثون هذا المال لا يحاسبون بذنوب صاحبه لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال هدية إذن فالمال الحرام قد يكون أكبر عددا وقد يقال عن صاحبه أنه يملك كذا وكذا ولكنه في الحقيقة يقلب البيت على أصحابه والله سبحانه وتعالى يجعله نكدا ولكن هل هناك فرق بين المال الحرام وبين السحت؟ أولا ما هو السحت؟ السحت هو الشيء الذي أخذته عن حركة غير مشروعة في الحياة والسحت مثل الربا يأخذه الإنسان ليزيد به ماله ولكن الله يمحقه كما يمحق الربا السحت هو ما تأخذه بالقوة أو بالقهر أو بالتهديد أو بأي طريق آخر غير مشروع كأن تذهب إلى التاجر وأنت موظف مسؤول تقول له سأغلق لك محلك إذا لم تدفع كذا هذه ليست رشوة ولكنها سحت لقد أعطى أبو بكر وعمر بن الخطاب إلى أحد صبيانهما درهما ليحضر لهما قدحا من اللبن فذهب وأحضر قدح اللبن فشرباه ثم إذا بالصبي يعيد إليهم الدرهم فقال له من أين جئت بهذا اللبن قال قلت للراعي إن أمير المؤمنين يريد قدحا من اللبن فأعطانيه فذعر أبو بكر وعمر وقال ألا تعلم أن هذا سحت وكل سحت في النار ثم أخذ يتقيئان عمدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به إذن فالسحت هو ما تأتي به بطريق غير مشروع كأن تسرقه أو تأخذ الطعام وترفض أن تدفع الثمن أو تحصل عليه من صاحبه بالتهديد أو باستغلال السلطة أو بالوعيد أو بغير الرضا النفس ولكن ماذا يحدث إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال هل الحلال يظل حلالا بحيث تستطيع أن تقول أن هذا الجزء من المال الحلال وهذا الجزء من المال الحرام ونقول إن المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال فسد الاثنان بحيث يصبح المال كله في حكم الحرام تماما كما تضع حبة فاكهة معطوبة وسط حبات سليمة فإنها تفسدها والذي يعرف حرمة المال ومدى تأثيره على نفسه وعلى أهل بيته لا يمكن أن يدخله بيته أو يطعم أولاده من المال الحرام أبدا لأن هذا المال لا يستتاب منه إلا إذا رد لأصحابه فلا يكفي إذا أخذت مالا حراما أن تقول إني تبت إلى الله بل لابد أن ترد المال لأصحابه أولا حتى ولو اختلط به حلال من عندك بعض الناس يقول أنا أسرق المليون جنيه الأولى ثم أتوب بعد ذلك وأعيش غنيا بقية عمري بعد أن أكون قد تخلصت من الفقر وأعيش باقي حياتي مستريحا نقول لمن يفكر بهذا التفكير السطحي لا بد لكي تقبل توبتك أن تعيد أولا المال إلى أصحابه فإذا قال هب أن صاحبه مات أو ذهب إلى مكان لا أعرفه وبحثت عنه ولم أجده في هذه الحالة نقول تتصدق بهذا المال وتهبه لروح صاحبه أما أن تسرق مالا قل أو كثر ثم تتوب بينما أنت تعيش بمال حرام وتعتقد أن الله قد غفر لك فهذا هو الضلال بعينه ولا يمكن أن تكون جادة فالشرط أن تعيده إليه فإن لم تعيده في الدنيا فإنك ستعيده في الآخرة بل إنك تأتي في الآخرة وأنت تحمله على كتفيك صغر هذا الشيء أو كبر إن من سرق مالا وأقام به عمارة يأتي في الآخرة ويحمل هذه العمارة على كتفيه ومن سرق مالا وبنا به مصنعا يأتي في الآخرة يحمل هذا المصنع فوق كتفيه وتكون فضيحته أمام الدنيا كلها أمام خلق الله منذ عهد آدم إلى أن تقوم الساعة ويعرفون أنه سارق وأنه لص أكثر من ذلك في ساعة الحساب يأتي أصحاب هذه الأموال يطالبون بحقوقهم فأخذوا الله سبحانه وتعالى من حسنات هذا الغاصب أو السارق ويعطيها لهم ليرد لهم حقوقهم فإذا انتهت الحسنات أخذ الله تبارك وتعالى من سيئات أصحاب الحقوق ويضعها فوق سيئاته حتى يستوفوها ثم يعذب بها في النار لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار إن المال الحرام ليس له متعة ولا نعمة في الدنيا لأنه لا يجلب السعادة ولا يحقق الأمان ولكنه يبقى دينا عليه إلى يوم القيامة ليرد إلى أصحابه الحقيقيين بعض الناس يعتقد أن ظاهر الأشياء هو الحقيقة وهذا غير صحيح فكل شيء له ظاهر وباطن خذ مثلا السحت والربا والزكاة ظاهر الأشياء أن الزكاة نقص من المال لأنك تأخذ منه وتعطي الفقير والمحتاج فهو ينقص كل عام بواقع 2.5% هي قيمة زكاة المال معنى ذلك أنك إذا كنت تأخذ الزكاة من مالك دون أن تحركه في السوق فإنه ينتهي خلال أربعين سنة بينما الربا والسحت يعتبر زيادة ظاهرة في المال ولكن الله تبارك وتعالى يفصل في الأمر بقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات لأن الصدقة وإن كانت في ظاهرها نقص في المال فهي في حقيقتها بركة ونماء لهذا المال ويؤكد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ما نقص مال من صدقة أما الربا فإنه وإن كان زيادة من حيث الظاهر إلا أنه في الواقع محق لهذه الزيادة بل ولأصل المال ذاته بما يسلطه الله عليه من الآفات التي تأكل المال كأن المرض مرضا لا شفاء منه ويذهب إلى أوروبا للعلاج فينفق عشرات الألوف ثم قال له هناك طبيب في أمريكا يستطيع أن يعالج هذا المرض فيسرع إليه فيقال له إن هناك مستشفى في أستراليا أو كندا فيسارع إليها وهكذا ينتقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان بلا فائدة إلى أن يقضي السفر والعلاج والدواء على المال ثم لا يشفى الحرام لا يأتي إلا بالشقاء ولا جدل في أن الحرام في حياة الإنسان سواء أكان مالا أم غير ذلك إنما يوريثه الشقاء فالله سبحانه وتعالى لا يترك الإنسان في الدنيا يتمتع بمال حرام أبدا بل يضع فيه منغصات ونكد الحياة التي تجعل الإنسان يتمنى أن يذهب عنه هذا المال لتعود إليه الحياة الهادئة البسيطة التي كان ينعم بها قبل أن يتلوث بالمال الحرام ولذلك تجد الإنسان ينفق المال الحرام على الطعام فيصيبه الله بمرض ليجعله غير قادر على أن يضع لقمة واحدة في فمه الطعام الذي يشتهيه يملأ بيته ويأتي غيره ويأكل أمامه بينما هو عاجز عن أن يضعه في فمه وإن وضع لقمة منه في فمه عانت معيدته وأمعاؤه ألم رهيبة وينفق بغير وعي ليشفى ولكنه يظل يتألم ولا يجني من هذا المال إلا الحرمان والشقاء ولا يشعر إزاء هذا الإنفاق إلا بالحسرة وقبل أن أنتقل إلى الفصل التالي أقول إنني أتلقى أسئلة كثيرة حول البنوك الإسلامية التي تستثمر أموالها طبقا للشريعة الإسلامية بعض الناس يقول إن هذه البنوك تستثمر أموالها في الخارج بشكل يخالف الشريعة ونقول لمن يسأل عن هذا نحن لا نظاهر ولا نطالب بالباطن إنني إذا تقدم لإنسان يطلب مالا لله كحسنة وأعطيته هذا المال ولكنه ذهب وشرب به خمرا أو كان من مدمن المخدرات هل يحاسبني له على أنني يسرت لإنسان أن يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات؟ طبعا لن يؤاخذني ولكن تحتسب لي حسنة في الآخرة وأجاز عليها خيرا لأنني وأنا أعطيه هذا المال لم يكن في نيتي أن أيسر له طريق الإثم بل كان في نيتي أن أساعده على الخير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فما دامت قد أعلنت أنها تطبق الشريعة الإسلامية ونحن أودعنا أموالنا فيها على هذا الأساس فكل ما نأخذه حلال طبقا للشريعة الإسلامية فإذا كانت هذه البنوك لها في الخارج معاملات خاصة فإثمها على من يتعامل بها ولا إثم على المتعاملين مع البنوك الإسلامية الفصل الخامس قضية السنة القضية التي سنناقشها قضية هامة جدا برزت هذه الأيام من خلال أبواق كثيرة تحاول أن تفرض نفسها ظلما على الساحة الإسلامية لترضي اتجاهات معينة بدأت تحاول أن تضرب على نغمة واحدة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلها تقول وبلا حياء إن السنة غير ملزمة للمسلمين بمعنى أن من أخذ بها يثاب ومن تركها فلا يعاقب إن هذا معناه أن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم العمل بها لا يعتبر حراما أو بعبارة أوضح ليس حراما ومما يؤسف له حقيقة أن بعض الأسماء المعروفة قد بدأت تؤيد هذا الاتجاه وعلى الساحة الإسلامية ظهرت تيارات تحاول إنكار السنة وهدفها أن تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن هذا الاتجاه قبل أن يأتيه وقبل أن نعرفه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء وقبل أن يظهروا بيننا ويروج أفكارهم المسمومة الضالة والمضلة ألا ألفين يعني أجدن ألا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه إن ظهور أمثال هؤلاء المجادلين في السنة وقولهم بأن عدم الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبر حراما ولا نقصا في الدين نقول لهؤلاء إن دعاءكم هذا لم يكن مفاجأة لنا إنما هو من معجزات النبوة التي أنبأتنا بما سيحدث قبل أن يحدث بعدة قرون هؤلاء الناس طالبوا بأن نحتكم إلى القرآن الكريم ونحن نتفق معهم وسنحتكم معهم إلى القرآن الكريم لنرى من منا على حق ومن هو على باطل ماذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وفي آية أخرى يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ويقول سبحانه فما أرسلناك عليهم حفيظا وأقول الحق تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين هذه الآيات السابقة التي سنتحدث عنها هي من آيات القرآن الكريم التي يطلبون أن نحتاكم إليه فماذا تقول هذه الآيات بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الأولى تقول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هذه الآية الكريمة تلفتنا إلى أن طاعة الله وطاعة الرسول هي من منبع واحد هو طاعة الله ورسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله يحمل إلينا القرآن الذي يوحى إليه دون ما شهود من البشر أي بينه وبين جبريل عليه السلام ثم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغنا بالقرآن كما أوحي إليه دون تغيير حرف واحد لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلو الآية عندما تنزل عليه ثم يقرأها في الصلاة ثم يمليها لكتبة الوحي من الصحابة رضوان الله عليهم لتحفظ في الصدور وتكتب في الصطور إذن فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغنا ما يريده الله تبارك وتعالى منا فطاعتنا له وتصديقنا إياه في كل ما يخبر عن الله هو طاعة لله خط الطاعة واحد نأتي إلى الآية الثانية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الآية الأولى كان الطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وفي هذه الآية الكريمة طاعة الرسول من أمر الله والله تبارك وتعالى أعطى الرسول هنا حق الطاعة وطلب من المؤمنين أن يطيعوه فكأن هناك أشياء سيتم تشريعها من الله جل جلاله وأشياء سيتم استكمال تشريعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله سيترك لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حدودا معينة في التشريع ولذلك طلب منا أن نطيعه وتكفي هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لتلفتنا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة بنص القرآن وأن كل من يقول غير ذلك يكذبه القرآن الذي قال صراحة وأطيعوا الرسول ولم يضع حدودا لهذه الطاعة في أشياء معينة وإنما تركها مطلقة وعلى هذا فلا يقال إن من يترك السنة ولا يعمل بها لا يعاقب وإن السنة بأحكامها غير ملزمة للمسلمين ونرد على هذا الادعاء وذلك الافتراء بأن كل حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملزم لنا بالطاعة تصحيح الأحكام خير دليل بعض الناس يحاول أن يثير هذه المسألة من حدود غريبة ليضع الشك في قلوب المؤمنين فيقول إن الله قد صحح لرسوله أحكاما كثيرة منها حكم أسرى بدر الذين كلفهم الرسول بتعليم المسلمين القراءة والكتابة أو من أخذ منهم الفدية فنزل قول الله سبحانه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وفي قضية التبني أيضا حين تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فسماه زيد بن محمد ونزل قول الحق تبارك وتعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وغير ذلك من القضايا التي صحح الله سبحانه وتعالى أحكاما لرسوله صلى الله عليه وسلم ونقول لمن يثير مثل هذه القضايا لهدم السنة نعم عندما يصحح الله لرسوله بعض الأحكام يكون شرفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحح له ربه إن هذا التصحيح في حد ذاته هو تطمين لنا أن حكما لم يترك بلا تصحيح وأن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته محروستان بعناية السماء وأنه تم تصحيح كل ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقره وأصبحت كل أحكام السنة مقرة وانتهى عهد نبوه إنما يجب أن نتأكد منه في السنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي لا بد أن نتأكد من صحة الحديث ونستوثق منه هذه هي مهمتنا وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد صدق وما دام قد أمر فهو يطاع نأتي بعد ذلك إلى قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لقد ربط الله سبحانه وتعالى المنزلة العالية في الآخرة وهي الوصول إلى منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي أعلى المنازل في الجنة ربط الوصول إلى هذه المنزلة بطاعة الله والرسول ولم يقل الله سبحانه وتعالى من أطاع الله وترك سنة الرسول فهو في أعلى المراتب في الجنة ولم يقل جل جلاله من أطاع ما جاء في القرآن فهو في أعلى المراتب في الآخرة فلقال سبحانه من يطع الله ورسوله وهكذا ربط الله تبارك وتعالى بين طاعته وطاعة رسوله بأعلى منزلة في الآخرة فكل من أراد أن يتبوأ هذه المنزلة العالية لابد أن يطيع الرسول وطاعة الرسول في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم الرسول والتشريع نأتي بعد ذلك إلى قول الحق سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذه الآية الكريمة تعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق التشريع وهو ما لم يعطى لرسول قبله فقال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان من مهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يشرع لأمته وأن يضع لها من التشريع ما يضمن لها سلامة دينها ودنياها وما يقيها من الفتن وما يجعلها قادرة على مواجهة متطلبات الحياة الدنيا إلى قيام الساعة فهذا الدين جاء ليظل قائما مهيمنا على حركة الكون إلى يوم القيامة والمسلمون مؤتمنون على منهج الله إن تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب التنفيذ بحكم القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم يجيء قول الله سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ليبين لنا الحق تبارك وتعالى أن طاعة الرسول هي من طاعة الله لم يقل جل جلاله من أطاع الرسول فهذا حسن أو من أطاع الرسول فقد استمسك بدينه إنما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله فكيف يأتي بعد ذلك من يقول إذا لم تطع الرسول ولم تعمل بأحكام السنة فلا جرم عليك ولا معصية ولا تحاسب إننا نقول لهؤلاء الذين يرددون هذا الكلام من أين جئتم به؟ والله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الله تبارك وتعالى يحذرنا في هذه الآية الكريمة من عدم طاعته أو عدم طاعة رسوله ويحذرنا من أن الرسول عليه الصلاة والسلام مهمته أن يبلغنا وليس أن يجبرنا على الطاعة أو على الإيمان وما دمنا قد بلغنا فإن الحساب يصبح عدلا في الآخرة لأننا بلغنا ولم نطع تلك هي بعض الآيات التي جاءت في القرآن الكريم حول طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنني أريد أن أسأل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام إذا كان كلامكم صحيحا في أننا لو تركنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نكون قد فعلنا حراما نعاقب عليه نقول لهم أعلمونا كيف نصلي إذا تركنا السنة من أين نأتي بعدد ركعات كل صلاة ووقتها وهذا ليس موجودا في القرآن الكريم وإنما أتت به السنة المطهرة الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة بالتكليف المباشر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج وليس بواسطة جبريل ثم نزل جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ركعات كل صلاة ووقتها وجاء ذلك في السنة الشريفة ولم يرد في القرآن الكريم إذا كنا سنأخذ برأيكم بأننا لا ننفذ ولا نفعل إلا ما جاء وذكر في القرآن الكريم فمن أين سنأتي بأن صلاة الصبح ركعتان وظهر أربع وركعات العصر أربع وركعات المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات من أين سنأتي بهذا أذكر لي ما هي الآية التي نزلت في القرآن الكريم لتدلنا على عدد ركعات كل صلاة حتى نتبع القرآن وحده ونترك السنة إننا إذا فعلنا ذلك وتركنا السنة ضاعة الصلاة والصلاة هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فقد ضيعه وبالنسبة للحج ومناسكه قولوا لنا كيف نحج ونطوف دون أن نفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة قولوا لنا كيف نزكي وكيف نحدد قيمة الزكاء وهي أمور لم تحدد في القرآن الكريم وأوردتها السنة المطهرة كيف كنا نعرف إنها 2.5% بالنسبة للمال وكيف نعرف قيمتها بالنسبة للزروع والأنعام وعروض التجارة وكيف كنا نعرف كثيرا من أحكام هذا الدين التي وردت في القرآن مجملة ولم توضحها لنا إلا السنة الشريفة بل إن التطبيق العملي لمنهج الله كله قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله هو القدوة لهذه الأمة وكل رسول يأتي بمنهج السماء أو كما يقولون المنهج النظري ثم يقوم بتطبيقه عمليا أمام من آمنوا به ليعرفوا كيف يطبقونه ولتكون هناك وحدة التطبيق فلا يفعل كل إنسان ما يعتقد أنه صواب فاتفرقوا الناس كل على حسب هواه إن الرسول المحكوم بمنهج السماء وبإله يصحح له ويهديه إلى ما يريد هو الذي يضع الإطار المحكم في تنفيذ منهج الله والمطلوب ممن آمنوا به واتبعوه أن يظلوا في هذا الإطار حتى لا ينحرفوا بالدين وهذا الإطار هو الذي يعدل حركة العبادة إذا حاول الناس لانحراف بها فكيف إذا كان هذا هو منهج رسالات يريدون منا أن ننحرف برسالة الإسلام عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إذا تركتموها فهذا ليس حراما وليس عليكم عقاب إن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا في القرآن الكريم من الآيات ما يجعلنا ندرك أهمية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه السنة إذا تركت وأهملت انحرف الناس بالدين وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو القدوة لهذه الأمة وقت نزول رسالة وسيظل القدوة لها إلى أن تقوم الساعة والله جل جلاله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن ينزل المجمل الذي أورده في القرآن الكريم مفصلة كان قادرا على أن ينزل عدد ركعات كل صلاة وكيفية أدائها مفصلة وكذلك الحج وكذلك الزكاة وأحكم الصلاة من ركعتي السهو وصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء وغير ذلك لقد كان من الممكن أن ينزل هذا كله كما نزلت كيفية صلاة الخوف التي تؤدى خلال الحروب وعدد ركعاتها لقد شاءت إرادته جل جلاله أن يترك ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل سنته واجبة الاتباع فأصبح ما لا نستطيع أن نعرف تفاصيله في القرآن تأتي السنة الشريفة لتفسره لنا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإذا كان بعض الناس قد ذهب إلى آخر الشوط في إنكار السنة حتى إنه طلب بحذف التحيات من الصلاة بدعوى أنها سنة وليست فرضا وإذا كان عبث بعض الناس قد وصل إلى ذلك وهو بداية عبث لا يعلم إلا الله إلى أين كان سينتهي إننا سنأخذ الدرجة الأقل التي تقول نحن لا نناقش الفروض بمعنى أن ما جاءت به السنة بالنسبة للفروض لا بد أن نأخذ به ولكننا نناقش ما هو زيادة عن الفروض أي أننا نناقش صلاة السنة والصدقة غير المفروضة وقيام الليل والحث عليه وهو غير مفروض أيضا وغير ذلك من الأمور التي جاءت بها السنة دون الفرض من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب كما يقولون المحبة في الاتباع نقول بداية إن الذين يتخذون هذا السلوك يعلنون أنهم لا يحبون الله ولا يحبون لقاءه ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فكأن الذين لا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولون لا نقوم بها وليس عليها عقاب فلماذا نفعلها؟ قد أعلنوا بادئ ذي بدء أنهم لا يحبون الله وبالتالي فالآية الكريمة تقول فاتبعوني يحببكم الله وما دامهم يأبون أن يتبعوا رسول الله فإن الله لا يحبهم هذا هو حكم القرآن في من يقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا شبه معاد قائلا أنا لن أفعل شيئا من السنة ولا أريد ثوابها ولا أرتكب حراما بتركها نقول له وهل تريد حراما أكثر من أن يبغضك الله؟ لماذا الافتراء على رسول الله؟ إن الذي لا يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضال والذي يتمسك بها هو الذي يصل إلى درجات عالية إننا نلاحظ أن محاولة العبث بهذا الدين تأتي دائما من ناحية السنة لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم بقدرته هو حفظه من العبث البشري فقال جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذا كان هذا الحفظ بالنسبة للقرآن الكريم فلن تستطيع يد بشرية أن تعبث به تزيد فيه كلمة أو تنقص منه كلمة لأنه محفوظ بقدرة خالقه ولذا اتجهت كل القوى المعادية للإسلام تحاول أن تعبث بالسنة الشريفة فتدس فيها الأحاديث غير الصحيحة وتقف قلف أولئك الذين يقولون أن من ترك سنة رسول الله ولم يعمل بها لم يرتكب حراما ولا يعذب يوم القيامة لكن لما كانت السنة الشريفة محفوظة بقدرات البشر فإن بعض الناس يحاولون أن يخفوا بعض أحاديثها أو يضيفوا إليها ولكن من فضل الله على المسلمين أن يتوافر المحققون من علماء المسلمين منذ قديم الزمان في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخريجها والتأكد من صحتها حتى أصبح الآن هناك كتب مؤثقة للأحاديث النبوية الصحيحة مثل البخاري ومسلم هذه الكتب إن وجدت فيها الحديث النبوي أطمأن قلبك لصحة الحديث وما زال علماء الحديث حتى الآن في العالم الإسلامي يقومون بجهود كبيرة لتبويب الأحاديث النبوية الشريفة إنني أريد أن أناقش ثلاثة أشياء من بين عشرات أو مئات الأشياء التي يقال إنك تستطيع أن تتركها من السنة دون أن تعاقب عليها وإنها ليست واجبة عليك وأول هذه الأشياء صلاة السنة أو ركعات السنة التي تسبق وتلحق بالفروض ولن ندخل في جدل حول عددها ولكننا نقول إن هذه الصلاة رغبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنها تأتي في الآخرة وتوضع في الميزان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر تارك السنة يعاقب بترك الفرض وأقول للذي يريد أن يتمسك بصلاة الفرض وحدها ولا يزيد عليها ركعة أقول له أضمن أنه سيؤدى الصلاة المفروضة من ساعة التكليف إلى نهاية الأجل أضمن أنه لن يأتي عليه ظرف من الظروف يفوته ولو فرضا واحدا إذا كانت الحقيقة أن صلاة السنة توضع في الميزان لتكمل صلاة الفرض فما الذي يجعلك تترك هذه الفرصة التي هي رحمة لك وتغلق على نفسك بابا من أبواب الرحمة فتحه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن فعلت ذلك تكون أقرب إلى النار لأن أي هفوة في صلاة الفرض تضيعها وصلاة السنة ثواب ولكن هل معنى أنها ثواب فقط أن من تركها لا يعاقب نقول إن من يتركها يعرض نفسه لعقاب شديد لأنه لا يصبح له رصيد يوضع في الميزان ليجعل حسناته أكثر من سيئاته لقد ألقى بهذا الرصيد الذي كان يجب أن يتمسك به فحرم نفسه من رحمة كبيرة في الآخرة ثم لماذا لا توصل للسنة أتحب رسول الله أم لا تحبه إن كنت تحبه فإنك تسارع إلى سنته وإن كنت لا تحبه فالله لا يحبك لأن القرآن الكريم قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نأتي بعد ذلك إلى الصدقة وهي غير الزكاة المفروضة يقول تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الله سبحانه وتعالى تحدث هنا عن الزكاة وميزها بأنها حق معلوم أي محدد رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على الصدقة وهي الزكاة المفروضة ولكن ما زاد عنها يعتبر صدقة هذه الصدقة ليست واجبة بمعنى أن من يفعلها يثهب ومن لا يفعلها لا يعاقب فهل تركها القرآن الكريم لأنه ليس على تاركها ذنب؟ لا بل حث القرآن عليها وطالب المؤمنين بها زيادة في الأجر ووصولا إلى الدرجات العلا يقول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيهن أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أقال الله تبارك وتعالى في هذه الآية حق معلوم؟ لا ولكنه ذكرها حق على إطلاقه كل حسب إيمانه وقدرته إن هذه سنة تنطبق عليها الأوصاف التي يحاول بعض الناس إشاعتها من أنها إن تركت لاعقاب عليها ولكنها موجودة في القرآن ومذكورة هل في هذه الحالة نتركها ولا نعمل بها؟ وفي نفس الآية مذكور صلاة الليل وصلاة الليل ليست فرضا من فعلها يثاب عليها ومن تركها لا يعاقب ولكن أن نتركها أيكون هذا إيمان؟ أيكون هذا إيمانا وحبا لله ورسوله أن نأتي للفروض فنؤديها ثم يفتح لنا باب من أبواب الرحمة لنزداد ونزداد في الدرجات فنغلقه إننا إن أغلقناه وقعنا في الحرام لأننا بهذه الطريقة فإن أعمالنا لا يمكن أن تقودنا إلى الجنة وما دمنا نعمل الله ورسوله بهذا الجفاء فنحن مطرودون من رحمة الله ثم كيف نواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونحن محتاجون لشفاعته ولشربة من حوضه وأن يقودنا على الصراط إلى الجنة بينما نقف من سنته هذا الموقف المجافي لحبه صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساقط لحم وجهه خجلا عندما يرى رسول الله يوم القيامة فما بالك بأولئك الذين يدعون الناس إلى عدم اتباع السنة الله سبحانه وتعالى أرد أن يعلمنا ذلك في صدر الإسلام وكان الدرس الأول في غزوة أحد عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمات بأن يلزموا سفح الجبل فلا ينزلون إلى الوادي سواء انهزم المسلمون أو انتصروا وعندما بدأت المعركة وانهزم كفار قريش ورأى الرمات الغنائم على أرض المعركة طمعوا فيها فغادروا سفح الجبل فأنزل الله عليهم الهزيمة ودار الكفار حول الجبل وهاجموهم من الخلف لو أن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أننا عندما لا نطيع رسول الله ولا نعمل بسنته فإننا لن نرتكب مخالفة ولن نرتكب حراما لو كان الأمر كذلك لن تصر المسلمون في هذه الموقعة ولعرف المسلمون وقتها أنهم إن أطاعوا رسول الله أو خالفوه فلا إثم عليهم ولكن الله سبحانه وتعالى أراد للمسلمين كل المسلمين منذ بداية الرسالة وحتى يوم القيامة أن يفهموا أن مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليهم عقاب السماء وهزيمة من الله حيث تتخلى عنهم رعايته لقد كانت هزيمة أحد درسا إيمانيا ليعلم المسلمون جميعا أن الله جل جلاله يغضب على من يخالف أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه المخالفة الواحدة أوقعت غضب الله على المسلمين وأذاقتهم ذل الهزيمة فما بالك بكل أحكام السنة المطهرة وكيف يأتي له سبحانه وتعالى بقدوة تطبق منهجه ثم يأتي من يقول لا تعملوا بها أو يقول من تركها لا إثم عليه ولا يدخل في الحرام ولا يعاقب وهكذا نرى أن كل من يقولون اتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه آثم ولسانه آثم ومطرود من رحمة الله ومحروم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء لحظه الناس على الابتعاد عن طاعة الله وعن منهج الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الفصل السادس الحياة العصرية بين الحلال والحرام الناس تعتقد أن الحياة مع الحلال صعبة وأن المجتمعات الآن في هذه الظروف التي انتشرت فيها الفتن لا يمكن أن تعيش حلالا لأنها ستصطدم بمئات العقبات ستصطدم بنظام السلفيات من البنوك وبنظام التقصيط الذي يشتري به الملايين وستصطدم بنظام تمليك الشقق وستصطدم بنظام قضاء المصالح الذي يقتضي أن تدفع نوعا من الإكراميات كل هذا وغيره يصور للناس صعوبة الانتقال بالنظام من الحرام أو شبهة الحرام إلى الحلال إن المسألة أبسط كثيرا من ذلك هناك أشياء جرى عليها العرف وتطبق وهي حرام مثل مستاجر الأراضي الزراعية الذي يشترط للسماح للمالك بالبيع أن يأخذ نصف الثمن وبداية لا بد أن نفهم أنه كما قلنا أن الكسب الحلال فيه بركة تجعله يعطي أكثر مما يتوقع منه إنك في كثير من الأحيان تقابل موظفا مرتبه لا يتجاوز مئة جنيه وعنده أولاد ومع ذلك تجده يحيا حياة طيبة لا ينقصه شيء مما يشتهيه وإن كان ما يشتهيه هو القليل ولو أنك جئت بأبرع وزراء المالية في العالم ليعدوا ميزانية لهذا الموظف ما استطاعوا إن البركة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في ماله تذهب عنه الكثير فابنه مثلا يتقاضى مصروفا صغيرا لا ينفقه بل يكفيه ويزيد وتجد أن الله سبحانه وتعالى قد سخر له من أصدقائه وجيرانه من يعطي أولاده دروسا خصوصية مجانة وتجد أنه إن تعذر عليه ركوب المواصلات يصادف أحد معارفه يمر عليه بالسيارة فجأة ليأخذه معه تجسيرات لا أنت ولا أنا ولا أي إنسان يعلم سرها ولكنها تحدث وبأقدار غريبة مرتبة صنعتها يد قادرة قبل أن يأتي البلاء يأتي له ما يكفيه فلا تحدث له فضيحة أبدا ومن الذي يرتب له هذا إن الله تبارك وتعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين أبدا بل إن له مددا لا يعرفه أحد ولا يدري عنه إنسان شيئا واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الإنسان المؤمن لا يأخذ بالأسباب وحدها ولا تهزه أسباب الدنيا ذلك أنه يعلم أنه إن تخلت عنه الأسباب فمعه رب الأسباب الذي سيوجد له من كل ضيق فرج ومن هنا فلا تنظر للإنسان المؤمن الذي يعيش حلالا وتحاول أن تحسب له حساباته بعيدا عن الله لأنه هو نفسه لا يحسبها بعيدا عن الله كل شيء يكفيه كل شيء يبارك الله له فيه على أننا إذا أردنا أن نناقش أسلوب الحياة العصرية وما يدخلها من حرام كيف نستطيع أن نخلص المجتمع من هذا كله فإن هناك طرقا كثيرة وميسرة أول الأشياء هو مسألة التقصيط ذلك النظام الذي يضطر الملايين للتعامل بجبا حتى يحصلوا على ما يحتاجونه ولكن المسألة في منتهى البساطة فلنضع سعرين للسلعة سعر إذا دفعت فورا وسعر إذا دفعت خلال عام أو عامين ونحذف عملية الفوائد تماما ونترك لكل إنسان أن يختار النظام الذي يناسبه هذا النظام يمكن تطبيقه بسهولة ولكن البنوك وهي التي تقرض الشركات لا تعترف بهذه المسألة لأنها تريد نظاما يحسب بسعر الفائدة ويرتفع معها ولا ينخفض إذا انخفضت وفي هذا بلا شك نوع من الجبل الذي يحرمه الإسلام وكما يحدث لسعر السلعة بالتقصيط يحدث أيضا بالنسبة لسعر الشقق هذه الشقة محدد ثمنها بمبلغ كذا إذا اشتريت فورا وبمبلغ كذا إذا تم شراؤها على خمس سنوات أو عشر سنوات أو أكثر من ذلك على أن يدفع كل عام مبلغا محددا ثابتا وفي هذه الحالة نكون قد خرجنا من دائرة التعامل بالربا إن هذه ليست هي الطريقة الوحيدة فهناك طرق كثيرة لتحديد سعر السلعة إسلاميا سواء كان هذا سيتم بالنسبة للدفع على آجال قصيرة أو طويلة وكلها تعطيك شراء حلالا وربحا حلالا أما مسألة فوائد البنوك فاعتقد أن نظم البنوك الإسلامية فيها الحل وهي تعمل وناجحة وفيها ودائع كثيرة ويمكن لأي إنسان أن يتعامل معها وهو مطمئن النفس لأنه مهما قيل بالنسبة لهذه البنوك فما دمت تضع أموالك فيها مبتغيا للنظام الإسلامي فلا إثم عليك نأتي بعد ذلك إلى مشكلة أخرى وهي مشكلة قضاء الناس لمصالحهم لا تذهب إلى مكان إلا ولا بد أن تدفع مقابل إنجاز عمل معين بعض الناس يقولون إنها هدية وبعض الناس يقولون إنها صدقة لأن المرتبات في الحكومة منخفضة جدا وبعض صغار الموظفين يأخذون أجرا لا يكفيهم الذين يقولون أنها هدية نقول لهم إنها ليست كذلك لأنه لو جلس الموظف في بيته لا تأتيه ولكن السائد الآن أنها رشوة لحق بمعنى أن لي حقا في مكان ما تم الترقية إلى درجة أعلى وصدر القرار وتم توقيعه واعتماده ولكن الموظف المسؤول عن التنفيذ أخذ يماطل في تسليم القرار لأنه يريد شيئا في هذه الحالة حلال لي أن أدفع له وحرام عليه أن يأخذ لأنني أريد أن أصل إلى حقي وهذه رشوة هي التي ستوصلني إلى الحق ولذلك لا حرمة على معطيها إنما الحرمة على آخذها أما الذين يقولون أنهم يعتبرون كل ما يدفعونه لبعض صغار الموظفين حلال نقول لهم نعم هو حلال بشرط أن تدفعوه دون أن تكلفوهم بعمل أو قضاء مصلحة والذين يعملون هم ثلاث فئات فئات تحدد أجر عملها بنفسها فأنت إذا جئت بنجار ليصنع لك دولابا مثلا هو يحدد قيمة عمله بنفسه وإذا أحضرت عمل قيشان ليكسو لك حوائط الحمام يقول لك أن المتر يساوي كذا فتدفعه له هو الذي يحدد أنت لم تحدد وحسب الأجر الذي حدده أعطيته ذلك لا يحتاج لأي نوع من الدعم أو تخفيض الأسعار لأنه يحدد أجره حسب ما يريد كان في الماضي يحدد تغيير جلدة الحنفية بقرش صاغ وأصبح يغيرها بخمسة وعشرين قرشا ثم بجنيه وهكذا كلما ارتفعت أسعار المعيشة ارتفع أجره ولكن هناك فئتان لا يملكان تحديد أجرهما عن العمل ولا دخلهم الذي يعيشان منه أولهما موظف الحكومة المحكوم بقوانين ولوائح ودرجات وقد تأتيهم علاوات استثنائية ولكنها ليست على المستوى المطلوب أما القسم الثاني فإراداتهم محكومة بقوانين قد تكون ظالمة مثل قانون إيجارات المساكن القديمة الناس الذين كانوا يعيشون من إيجارات عمارات يملكونها منذ سنوات طويلة كيف يعيشون بهذه الإيجارات الضئيلة الآن؟ كان المفروض أن ترتفع دخول هؤلاء الملاك ولو على مستوى الموظفين بحيث إذا كان مرتب الموظف منذ سنوات عشرين جنيها وكان إيراد العمارة في ذلك الوقت عشرين جنيها فإن هذا الإيجار يرتفع ولو بنسبة زيادة أجر الموظف وهؤلاء الملاك مظلومون وكذلك ملاك الأراضي الزراعية المؤجرة الذين يعيشون من جيع هذه الأرض هؤلاء أيضا مظلومون لأن إيجارات الأرض الزراعية في الماضي كانت مناسبة لتكاليف المعيشة ولكن الآن مالك الأرض المؤجرة بقانون إيجار الأراضي الزراعية لا يأخذ حقه هؤلاء هم المظلومون لأن كل واحد منهم غيره هو الذي يقدر أجره فدخله مرتبط بشيء ثابت لا يزيد إيجار الأرض والحرام وأحب أن أقول بهذه المناسبة أن مستأجر الأرض الزراعية الذي يحصل على نصف ثمنها مقابل تركها لصاحبها أو عند بيعها هذا حرام لا شك في ذلك وكون أن الدولة قد قامت بتقنين هذا الإجراء فإن هذا التقنين لا يسبغ عليه ثوب الشرعية فالحاكم لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا الذي يحلل أو الذي يحرم هو الله وحده أما بالنسبة لاقتراض الأفراد من البنوك وهذا نوع من التعامل لا تقوم به البنوك الإسلامية إنها تقرض من أجل مشروعات فقط ولكن هناك من البنوك من يقرض بفوائد مخفضة وأعتقد أننا لو أنشأنا مؤسسة للإقراض بدون فوائد فإننا سنجد كثيرا من أهل الخير يساهمون فيها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فرج كربة عن مؤمن فرج الله كربته يوم القيامة ولذلك فإن أهل الخير يمكن أن يدعوا أموالهم هذه المؤسسة بلا فائدة ويتم الإقراض منها على أن تتحمل الدولة المصاريف الإدارية لمثل هذه المؤسسة وأعتقد أننا سنجد الكثيرين ممن يقبلون على هذه المؤسسة بأموالهم ابتغاء ثواب الله ومرضاته وما دمن بصدد الحديث عن الحلال والحرم يجب أن نلتفت إلى مباريات سباق الخيل التي تقام في مصر تحت اسم الخير ولسنا ندري كيف يتم عمل محرم من الله سبحانه وتعالى باسم الخير إنهم يقولون إن عشرين في المئة أو أكثر من إيرادات المراهنات يذهب للخير وأنه يتم الإنفاق منه على عدة جمعيات خيرية ونقول لهؤلاء الذين يحاولون أن يلبسوا علينا ديننا من الذي أخبركم أن الله سبحانه وتعالى يريد عونا منكم على الخير في كونه إن الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم هذه الآية الكريمة نزلت عندما منع الله سبحانه وتعالى المشركين أن يحجوا إلى بيته الحرام وكان هذا المنع معناه حرمان أهل مكة من رواج اقتصادي كان يحدث في موسم الحج عندما يجيء المشركون بأموالهم وتجارتهم فيشترون ويبيعون ويحدثون رواجا اقتصاديا كبيرا فلما نزلت الآية الكريمة لم يغب عن علم الله تبارك وتعالى أن أول ما سيدور في عقول أهل مكة هو وماذا عن تجارتنا وماذا عن رواجنا الاقتصادي وكيف سنعيش فكان الرد هو قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أي إن خفتم فقرة فلله خزائن السماوات والأرض يعطي منها ما يشاء لمن يشاء الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولكن هل الله سبحانه وتعالى الذي عنده خزائن السماوات والأرض محتاج جل جلاله لأن تعينه على الخير بأمر محرم شرعا وهو القمار بحيث نسمح به لنمول الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والله تبارك وتعالى في كونه لا يحتاج لأحد ولا إلى معونة أحد ولا يقبل من عباده إلا ما كان طيبا وطاهرا يقول الحق تبارك وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق إننا يجب أن نفطنا إلى محاولات تلبيس إبليس وأعوانه إنهم يريدون أن يفسدوا علينا ديننا فيأتون إلينا من طريق عمل الخير بعد أن يأسوا من إغوائنا عن طريق آخر ولكن المؤمن كيس فطن لا تنطلي عليه الألاعيب الشيطانية وهناك من يتساءل هل الإنسان الذي يأتي يوم القيامة وبصحيفته ذنو اقترفها في الدنيا ولم يتب عنها يدخل الجنة نقول إننا يجب أن نلتفت إلى قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إن هذا يبين لنا أن الحساب يوم القيامة له كفتان كفة الحسنات وكفة السيئات وأن كل أعمال الإنسان توزن فإن رجحت كفة حسناته دخل الجنة وإن رجحت كفة سيئاته دخل النار يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قد جاء بحالتين فقط بالنسبة للميزان الحالة الأولى هي أن كفة الحسنات قد رجحت والحالة الثانية هي أن كفة السيئات قد رجحت ولكن الله جل جلاله لم يأتي في هذه الآية بالحالة التي تتساوى فيها الكفتان كفة الحسنات وكفة السيئات هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم أهل الأعراف الذين يقفون بين الجنة والنار لا هم يدخلون الجنة فينعمون ولا هم يدخلون النار فيعذبون ويظلون كذلك حتى يشملهم الله برحمته ويدخلون الجنة ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الذين على الأعراف هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والله سبحانه وتعالى شرع التوبة لأنه في علمه أن هناك من سيخطئ ويتوب إذن فيهما القيامة وحين يحاسب الناس لا يتم الحساب على أساس أن أعمالهم كلها حسنات ولكن لا بد أن عملا قليلا كان حراما وذنبا وإثما حين يوضع الميزان الحسنات تزيد على السيئات فيدخل الإنسان الجنة وما دام هناك ميزان فهناك حسنة وهناك سيئة لأن للميزان كفتان مفروض أن تثقل إحداهما أو أن يتساويا والله سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه هذا بالنسبة للذي لم يتب ولكن الذي تاب وكلما ذكر السيئة ندم عليها الله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إن فضل الله تعالى ورحمته بعباده المؤمنين أن كل من يندم على سيئة فعلها يبدل الله له هذه السيئة حسنة وأن كل من هم بسيئة ولم يفعلها ابتغاء مرضات الله تكتب له حسنة وكل من هم بحسنة ولم يفعلها تكتب له حسنة أيضا لأنه يكفي أن يعيش الإنسان وفي خاطره وفي قلبه الله ولكن لا يقال أنه لن يدخل الجنة من يرتكب حراما في حياته ونقول وما فائدة التوبة ولماذا شجعت إذن المهم أن تزيد حسناته على سيئاته وبذلك ترجح كفة الحسنات في الميزان ولكن هل تتفاوت الحسنات وتتعاظم السيئات على الفعل الواحد وهل تتعاظم الذنوب على الإثم الواحد بمعنى هل يتساوى في الذنب الشاب غير المحصن الذي لم يسبق له الزواج بالرجل المحصن أو بالكهل الفاني يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد أحب الغني الكريم ولكن حبي للفقير الكريم أشد وأحب الفقير المتواضع والغني المتواضع أشد وأحب الشيخ الطائع والشاب الطائع أشد وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد أكره الفقير البخيل والغني البخيل أشد وأكره الغني المتكبر والفقير المتكبر أشد وأكره الشاب الفاسق والشيخ الفاسق أشد الحق سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يخبرنا عن حبه لثلاثة وثلاثة حبه لهم أشد وعن كرهه لثلاثة وكرهه لثلاثة أشد لماذا؟ لأن الإقبال على الحلال في بعض الحالات يكون متعبا وفي حالات أخرى يكون أشد تعبا والإقبال على الحرام في بعض الأحيان يكون له شيء من المبادرات التي تشفع في الذنب كأن يكون الشاب غير متزوج وغير قادر على الزواج القوة والفتوة تشعل رغبته في الجنس فتجعله يخطئ مرة أو يضعف مرة ولكن الشيخ الذي بلغ أرذال العمر كان أحرى به أن يعرف أنه اقترب من لقاء الله فيتوب ويستعد لهذا اللقاء في الغالب يكون قد تزوج ومارسه في الحلال وأطفأ الرغبة فيكون غضب الله عليه أشد الله يحب الغني الكريم والفقير الكريم أشد الاثنان اتصف بصفة الكرم ولكن الغني يستطيع أن يكون كريما على غيره وفي نفس الوقت لا يعاني في حياته ولكن الفقير الكريم تكون معاناته أكثر لأنه لا يملك شيئا فكأنه يفضل الناس على نفسه والحق يقول أحب الفقير المتواضع وحبي للغني المتواضع أشد لأن الفقير يفرض عليه فقره التواضع أما الغني فعنده أسباب الكبر من مال وغير ذلك فإن لم يتكبر كان أقرب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يقول الحق جل جلاله وأحب الشيخ الطائع وحبي للشاب الطائع أشد والمعروف أن الإنسان كلما كبرت سنه أحس بقرب لقاء الله وفي هذه الحالة لا بد أن يأخذ بالطاعة لأنه لا يدري إذا وضع رأسه على الوسادة هل سيقوم في يوم التالي أم لا ولكن الشاب رغم أن الموت لا يعرف شابا ولا شيخا سيعيش بالأمل سنوات طويلة فإذا ألزم نفسه بالطاعة يكون أكثر ثوابا لأنه رغم فتوته وإغراءات الحياة من حوله ترك شهواته وأقبل على الله وهذا هو سبب التفضيل في الحب أما بالنسبة للكره والعياذ بالله فإن الله يكره الفقير البخيل وكرهه للغني البخيل أشد لأن الفقير إن كان بخيلا فلأنه لا يملك أما الغني فهو يملك ويستطيع أن ينفق فإذا بخل كان كره الله له أشد ويكره الله الغني المتكبر لكن كرهه للفقير المتكبر أشد لأن الغني عنده من أسباب الكبر المال وغير ذلك فإذا تكبر تكون قد أخذته أسباب الدنيا أما الفقير فإنه إن تكبر يكون الكبر من قلبه ومن ذاته والله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في النار ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر والله سبحانه وتعالى يكره الشاب الفاسق ولكن كرهه للشيخ الفاسق أشد وحتى لا يكون هناك مجال للشباب للانحراف وحتى لا يضيع الشباب أفضل سنوات حياته في المعصية والبعد عن الله فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب في الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولكن الشاب قد يضعف أما الشيخ فإن إقباله على الإثم يعني أن الانحراف متأصل في نفسه إذن فهناك منازل لحب الله تبارك وتعالى وكرهه على أننا قبل أن ننهي هذا الكتاب لا بد أن نتحدث عن شيئين يسألونني عنهما دائما أولهما عن الرياضة والثاني عن الغناء في مرة دعيت لمشاهدة حفل رياضي في إحدى المدارس رأيت الأولاد يؤدون حركاتهم الرياضية وهم يرتدون البنطلونات بينما الفتيات يرتدين زي الفراشة وسيقانهم مكشوفة وسألت المسؤول عن الحفل هل الرياضة التي تؤديها الفتيات لا تصلح إلا بالملابس القصيرة التي تكشف عن الساقين؟ فقال لي ماذا تعني؟ قلت له إنني أرى أن هناك بنات وبنين يؤدون نفس الحركات الرياضية البنين يلبسون البنطلونات والبنات يلبسن زي الفراشة القصير بأي زي تؤدى الرياضة؟ إن كانت لا تنفع إلا بالبنطلون فلماذا لم ترتدي الفتيات البنطلون؟ وإن كانت لا تنفع إلا بالزي القصير كان لابد للأولاد أن يلبسوا الشورت فارتبك ولم يجب والسؤال الآن لماذا تكشف الفتيات عن السيقان ولا يرتدين الزي الطويل مثل الأولاد؟ ما هو المنطق؟ إذا كنا نتحدث عن الحرام والحلال في تعرية سيقان البنات وتغطية سيقان الأولاد والسؤال الثاني عن قضية الغناء وهل هو حلال أم حرام؟ كل الذين يتحدثون معي يريدون أن يحللوها وأقول إن هناك فرقا بين من سمع ومن تسمع فمن سمع دون قصد فلا إثم عليه أما من جلس عامدا متعمدا يتسمع فهذا يحاسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح في المناسبات ومنها الأعياد والأفراح ضرب الدف والغناء وعندما اعترض أبو بكر الصديق رضي الله عنه على مغنية كانت تجلس عند السيدة عائشة في يوم العيد قال صلى الله عليه وسلم دعهن يا أبا بكر فإننا في يوم عيد إن الغناء المحتشم في المناسبات جائز ولكن يجب أن ننتبه إلى أن الغناء فيه نص وفيه أداء قد يكون النص محرما من أوله وإن لم يغن إننا نعرف أكثر من نص حرام كلماته حرام ولنفرض أن النص سليم ولكن يتم أداؤه بتثن وميوعة لا دخل للغناء فيه إنه يخرج الغناء عن معناه وعن مضمونه وينقله إلى الحرام حتى وإن كان قد أحل في بعض المناسبات خذ مثلا فوازير رمضان هذه الفوازير أصلها امتحان للعقول في أمر من الأمور إذن هي رياضة عقلية بالله عليك ما دخل الحركات والرقصات الخليعة التي تحدث في كل فزورة المفروض أنها تخاطب العقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقني فيما قلت وأن يوفقني دائما لخدمة دينه وإعلاء كلمته وأن يسر للناس العلم الذي يقيهم الحرام ويعرفهم الحلال إن الله سميع مجيب الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبهذا تم الكتاب بحمد الله نسأل الله أن يرحم فضيلة الشيخ وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلحقنا به على ما يحب ربنا ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر